يا صباح الخيرات على كل حضرتكم يا صباح الخير ياللي معانا يا أهلوية يا منورين العالم في كل مكان وفي كل دول صباح الخير على كل حضرتكم وحلقة جديدة من عشر الصبح في الأهلي ان شاء الله تسعدوا معانا في حلقة النهارة صباح الجمال عليك يا كريم صباح الهنى والرزق والسعادة والنصر بإذن الله دايما كده يكون مرتبط بالأهلي حلقة جديدة ونهاية الأسبوع وعشر الصبح في الأهلي النهاردة 24-23-21 نبدأ بقى بالتأمين عن الفقرات النهاردة ان شاء الله حيكون معانا أكتر من فقرة ان شاء الله تسعدوا معانا بيها الفقرة الأولى حيكون معا يا مدني وهي نائبة فرلمانية وأيضا بطلة أولمبيا وحيكون معانا فقرة مع الفنان الجميل وزميل العزيز أحمد تهامي وسؤال السوشيال ميديا النهاردة حيكون عن توقعات حضراتكم لمباراة منتخب مصر ومنتخب كينيا لا احنا مش هنعديها كده فكرك ما بلاش أنا ما قلتلك أنا بطلع ساقري أقسم بالله ما بتثبتش معايا يمكن تثبت المرات؟ انت دايما بتثبت معك خلاص توقع بخديكي أبقى في توفعات 3 4 أو 5 صرف وحاجات تنى طب استنى آخر 3 ماتشات تكنوا الحمد لله مظبتين هنقول منتخب مصر وكينيا حتوزيني هقولك أنا لوهي اطعارهم 2 واحد لا يعملونهم 4 3 طلاتة 2 أو 2 واحد فعلا طلاتة 2 أو 2 واحد عجوما هي كده كده يعني مش هنروح بعيد هنشوف الدنيا هتاخدنا لثي الحلقة ساختار حاجة منهم بس الطاقة تكون جاتل على كل الأحوال تعالوا بقى نتكلم عن أخبار النادي الأهلي وكفة المستجدات فيه مبارح عقد سيد إبراهيم الكفروي وهو عضو مجلس الإدارة الذي تم تكليفه من قبل المجلس في الاجتماع الأخير بالإشراف على الجهاز التنفيذي للنادي الأهلي طبعا اجتمع مع مدير الإدارات بالنادي الأهلي وقيادات الأفرع المختلفة الجزيرة ومدينة تصر والشيخ زايد وتناول هذا الاجتماع مناقشة سير العمل فيما يتعلق بالشق الإداري والتأكيد على المتابعة المستمرة لملف الخدمات مع الاستمرار في الحفاظ على ثوابت منظومة العمل داخل النادي خلال المرحلة المقبلة تمان بحث السيد الكفروي مع مديري الأفرع بعض المختلفات والتأكيد على تلافي السلبيات في كافة القطاعات الخدمية والرياضية وأكد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود من أجل الحفاظ على منظومة العمل بالنادي الأهلي وتلبية كافة احتياجات الأعضاء وتنفيذ السياسة العامة لمجلس الإدارة طبعا برئيسة كابتن محمود الخطي طيب خلينا نروح لأخبار الفري الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النهاردة بيوصل بقى مرانو استعدادا من مواجهة الماريك السوداني دي في الجولة الخامسة من المجموعات بدور أبطال أفريقيا مبارح خليني أقول لحضراتكو كان أول مران بعد فترة التوقف بعد العودة من الكونغو وعقد بيتسو موسماني مدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين داخل الملعب وبعد كده قاد الفريق بقى فقرة هنا وتدريب بدني وأجر الجهاز الفني تأسيمه في منتصف الملعب ومشاركة حارسين وحرس أيضا موسماني على الحديث مع اللاعبين منح تعليمات فنية خاصة بالتحرك وكمان انهاء الهجمات وحرس موسماني أيضا على عقد جلسة مع الجهاز المعاون ليه قبل انطلاق المران ضمن طبعا تحضيراته للمرحلة المقبلة اللي هتشهد الكثير هنا نقدر نقول من التحديات عقب انتهاء فترة التوقف أبرزها مواجهة المريخ في السودان ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا هنرجع نقول مرة تانية أكيد كل التوفيق لفريقنا فيما هو قادر بإذن الله كمان من الأخبار المهمة اللي تخص الفريق من الجهاز الفني صعد 12 لاعب من خطاع الناشئين بالنادي الأهلي للمشاركة في تدريبات الفريق بالأمس يعني جي قرار تصعيد عدد كبير من قطاع الناشئين بسبب انضمام عدد أيضا كبير هو الآخر من لعب الطريق الأول إلى المتخبات الوطنية وفقا طبعا للأجندة الدولية خلال المرحلة الحالية شارك أحمد طارق سيديمان وحمزة علاء في تدريبات الحراس مع علي لطفي طبعا تحت إشراف يانكن ميشيل واللاعبين اللي تم تصعيدهم هم محمد حسين ميدو مصطفى إلياس محمد أشرف أحمد أشرف أحمد سيد عبد النبي وليد مصطفى حسون محمد عمر رزق أحمد الشامي أحمد سيد غريب وأيضا أحمد نبيل كوكا حلو جدا ومبروك للناشئين من اتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله حاجة جميلة جدا أنني بقى عندك زي مصنع بيخرج لعيبة فكرة هنا أن أنت لما كمان بتهتم بالناشئين يا كريم أنت مش بتبقى محتاج بعد كده أن أنت تجيب مثلا أو تشتري لعب لحد ما ده بيحصل بس برضو لو أنت عندك يعني قطاع ناشئين قوي أنت خلاص أنت مش بحتاج وكطاع الناشئين كمان خرج عندنا ناس كتيرة جدا يعني لعيبة كتير جدا في الفريق الأول وكمال في الفريق في الفترة الذهبية اللي أنت دايما تتكلم عنها كانوا من الناشئين فقلت تفكير لا وبعدين بقولك كمان أنت اللي مربيهم على أديكي ومن أول لحظة أنت عارفة عناصر القوة اللي في كل واحد فيهم واشتغلتي على تطوير العناصر دي على مدار السنين فطبعا حاجة جميلة جدا طبعا يعني أكيد باب رضو حبينا نطمن بقى على أخبار المصابين الفترة صحيح دي نقطة مهمة ونتكلم هنا عن حالة وليد سليمان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق أكد أن الجاهز خلاص من الناحية الطبية للمرحلة المقبلة بعد تعفيم من الإصابة اللي اتعرض لها زينا كلها تتابعنا وانتضامه كمان في التدريبات الجماعية شارك وليد سليمان في التدريبات الجماعية سواء فيه هنا من الكلم الجزء البدني أو تدريبات الكرة قبل سفر الفريق للقونغو وأصبح دلوقتي نقدر نقول اللاعب جاهز من الناحية بقى الطبية للوجود مع الفريق خلال الفترة المكبلة زي الفل كمان مهم نتابع حالات بعض اللاعبين الآخرين المصابين في النادي الأهلي محمود وحيد ومحمد محمود وطبعا علي معلول الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق قال أن محمود وحيد لعب الفريق سينتظم في التدريبات الجماعية بعد ثلاثة أسابيع من الآن وأكد أن محمود وحيد حيؤدي البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به بشكل منتظم وأنه بالفعل قطع مرحلة جيدة جدا في طريق العودة إلى المشاركة في المران الجماعي مع الفريق كمان كابتل محمود وحيد تعرض لكان الإصابة في العضلة الخلفية والإصابة دي للأسف هي اللي أبعدته عن المشاركة الجماعية خلال المرحلة الماضية وبيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي طيب لست برضو مكملين ومطمن حضراتكو هنا تحديدا حالة محمد محمود الدكتور برضو أحمد أبو عبلة قال أن اللاعب دلوقتي أمامه فترة حتتراوح ما بين ثلاث أسابيع لشهر ده بالكتير جدا عشان يشارك مرة تانية في التدريبات الجماعية وأكد محمد محمود بيسير بشكل جيد في البرنامج التأهيلي اللي بيقوم بتنفيذه وقطع مراحل كمان جيدة جدا لحد دلوقتي في طريقه بقى وطريق عودته للمشاركة في المران الجماعية خلال الفترة اللي جاية محمد محمود كمان كان أجرى جراحة في الرجبة أبعدته عن التدريبات الجماعية فترة وبيقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي عشان يتم تجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات مع الفريق يعني منتمنى الشفاء لكل اللعيبة إن شاء الله يعودوا مرة تانية كمان أحسن من الأول أما بقى فيما يتعلق بعلي معلول الدكتور أحمد أبو عبلة قال أنه على تواصل مستمر مع الدكتور سوير الشملي وهو طبيب منتخب تونس بيتابع معاه لحظة بلحظة حالة علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأنه بيتابع حالته بدقة وحيتم تقييم حالة علي معلول عقب العودة من تونس قبل انتظامه في التدريبات الجماعية مع الفريق كمان كان قال الكابتل سيد عبد الحفيز سابقا طبعا أن علي معلول حيرجع من تونس إن شاء الله يوم 30 من مارس الحالي يعني الأسبوع الجاي إن شاء الله وكان طبعا علي معلول كان تعرض بإصابة في العضلة الخلفية وبرضو هي دي الإصابة اللي بعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية الفترة اللي فاتت وبيخضع لبرنامج علاجي وتأهيل لتجهيزه للعودة ولا المشاركة في مران الفريق بصة 2020 كانوا شاحلوا جدا لو حنتكلم على النادي الأهلي ولكن من زاوية أخرى لو إحنا نظرنا لها يعني إصابات أو عدد إصابات أو توقف كان كبير جدا بالجمع يعني الغيابات زي ما أنا بقول سواء توقف أو يعني فكرة هنا كورونا الإصابة يعني كانت بشكل مخيف شوية ودايمكن يعني مش هنقول أثر على التشكيل أكيد لأن كده كده إحنا بنتكلم دايما وهذا هو السلوجون زي ما بتقاله هو ده الشعار لا لي بمنحضر إحنا ما عندناش أي أزمة في أي حاجة الحداشر اللي بيكونوا موجودين هم دول الحداشر اللي بيمثلوا الأهلي مهما يكون هناك غيابات أو غيره بس الواحد برضو لما بيجي ينظر كده عايز اللعيبة بتاعته أكيد تكون في أحسن حال يعني إن شاء الله يرجعون لنا زي ما أنا قلت كده سالمين ما بقاش في أي إصابات بقى تاني إحنا عندنا برضو لسه بطولات كتيرة في انتظارنا بإذن الله يعني نروح بقى ليه المنتخب دلوقتي الملف الأبرز زي ما كنا بنتكلم منتخب مصر اللي بيستعد بقى عشان يخود مبارتين أمام منتخب كينيا وجزر القمر بكرة 25 مارس و 29 مارس الجاري ده ده من التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 20-22 اللي هتقام بالكاميرون بارح خليني أقول لحضراتكم وصلت بعتة منتخبنا لمطار نايروبي استعدادا لمواجهة منتخب كينيا وبتأمل جماهير هنا القرى المصرية في تحقيق المنتخب لنتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة لضمان هنا بقى السعود للبطولة الأفريقية والمنافسة كمان على اللقب اللي ابتعد عن مصر من عام 2010 يعني وقتها كمان لما نجح نجوم الفرعنة كانت حاجة جميلة ومحترمة جدا في حظة البطولة ثلاث مرات على التوالي عشان تكون مصر هنا أكثر منتخب حقق البطولة برسيد سبع بطولات وبفارق بطولتين عن أقرب المنافسين اللي هي الكامير المنتخب لعب لحد النهاردة أربع مباريات في المجموعة اللي بتضم منتخبات كينيا وجزر القمر وتوجو نجح نجوم الفرعنة في حصد 8 نقاط بعدما تمكنوا من تحقيق الفوز في مبارتين والتعادل في مبارتين ممكن نقول إن المنتخب هيكون يعني إلى حد ما في مهمة سهلة نسبيا من أجل السعود إلى كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها في يناير 2022 إن شاء الله طيب خلونا نروح لصلاح النجم محمد صلاح لعب المنتخب الوطني وفريق ليفر بول إنجليزي هو دايما بيحدى باهتمام كبير سواء هنا بنتكلم على مستوى بقى مشاركته فيه أو مع المنتخب أو مع فريقه الإنجليزي حرس هنا الحساب الرسمي لفريق كمان ليفر بول إنه هو ينشر صورة من تدريبات المنتخب الوطني المصري زي ما حضراتكم شايفين وقال الحساب الرسمي لفريق ليفر بول على صورة النجم محمد صلاح الملك في تدريبات الفرعنة حاجة جميلة وعلى فكرة برضو دي من الصور اللي كانت على السوشيال ميديا عاملة تعليقات وشار بشكل كبير جدا صلاح مصي الله مصلي عنك يعني ما شاء الله عليه جاذب لعدسات الكاميرات وجاذب لكل الصحفيين والصحافة الرياضية لا إحنا منتكلم على أيقونة رياضية وموعدين مش متكررة يعني الكواليتي ده من النجاح والاستمرارية فيه والحفاظ عليه ما حصلش مع العيبة كتير وهو الحمد لله رب العالمين ربنا يزيده يعني من فضله طيب تعالوا بقى نرجع نكمل كلامنا عن النادي الأهلي وعن المنتخب قبل أي حاجة لازم نقول أن النادي الأهلي هو المصدر الأكبر والرئيسي للمنتخبات الوطنية وعمره ما اتأخر عن تلبية أي استدعاء لأي منتخب لأي لاعب في أي مرحلة سنية في أي رياضة أو في أي لعبة من اللعبات لأن ده واجب وطني في المقام الأول وتشريف للنادي ولللاعب في نفس الوقت طبعا لكن هناك ضوابط لابد من اتباحها وهي الحفاظ على مصلحة اللعب وأيضا على مصلحة النادي خليني أقول لك حاجة برضو علشان ما نيجي نتكلم في النقطة زي كده إحنا بنقول الكلام ده ليه أصلا عشان لما تيجي كده تتكلم أو تطرح هذا الموضوع بيبقى فيه شوية علامات استفهام هنا تحديدا فيه ملف أو استدعاء أي من أشرف لمعسكر المنتخب ليه؟ وفكرة هنا أنت تقول له سافر لكينيا عشان ياخد مباراة وبعد كده المباراة الأخيرة كمان أمام جزر القمر في التصفيات المؤهلة وإحنا عارفين الوضع يعني علامة الاستفهام هنا كنت أنت حتى توضح لنا يا كريم هي ليه إحنا بنقول أنه كان عنده إصابة؟ هو الحقيقة يعني مش علامة استفهام هي أكتر من كده حبتين يعني أول علامة استفهام هنا يعني هو الإصرار على ضم أي من أشرف للمعسكر على الرغم من معاناته من خشونة في الرجبة كل تقارير الطبية بتأكد هذا الكلام وبتقول أن علاجها هو الراحة التامة لكن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني قال أن اللاعب بإمكانه اللعب ما هي دي بقى علامة استفهام العامة استفهام التانية طب الجهاز الطبي للمنتخب يعني أعلن في اليوم التاني من المعسكر هناك أن أي من أشرف بياخد مرانا منفردا بسبب أنه هو بيعاني من خشونة في الرجبة طيب الفكرة هنا أو الناس كلها كانت بتتساءل يعني ما ده اللي احنا قلناه من الأول يعني لازم تكشف أو تكتشف ده بنفسك على أرض بقى الواقع فكانت غريبة شوية طيب ما هو كمان السؤال هنا فيه لعيبة قالت أنها مجهدة يعني اللعيبة نفسهم كانوا بيتكلموا كانوا بيقولوا ده وأن هي ما نضمتش للمعسكر بره بره وخلاصت القصة قالت أنا يعني عبرت أن هي فعلاً مجهدة فحاجة برضه غريبة شوية بس أعتقد فيه علامات لسه استفهام نكملها جايلك أهو جايلك أنت بص رزق واسع ده الموضوع ده فعلاً غريب يعني شوية بصراحة بص تالت تالت علامة استفهام يعني إنجاز التعبير أو التسمية هي أن بعد إعلان أن أيمن أشرف بيتدرب بشكل منفرد أوتوماتيك كده لازم نعلن أنه مش هيسافر لكينيا لأنك كمنتخب ليه حتضم لعب ممكن يلعب وممكن مايلعبش وأنت في الأصل أصلاً قدامك أندية مصر كلها يعني بتضم منها أي لعب سليم ومعافى وقادر دون المجازفة بلعب أو بصحة لعب ولعب مهم كمان بس بقى النقطة الرابعة يعني أعتقد أيضاً الوقت التي تيجي تتكلم كمدير فني للمنتخب أكيد أكيد كلنا أنا علامة أنك بتدور على المصلحة العامة لكل الأطراف ده ما فيهوش أصلاً يعني شك لكن لو لعب حيلعب مباراة وممكن يغيب بسببه فترة طويلة جداً وممكن كمان أو لازم يتم استبعاده لأن يعني لو أنا هستبعده أقصد أنا ممكن عندي بديل هذه النقطة أنا أملك البديل خاصة كمان نحن نتكلم أن علاجه في الراحة يعني اللاعب ده علاجه أنه هو يرتاح فليه ما نحطش مثلاً في الاعتبار هنا مصلحة الأهلي أعتقد غياب أيمن قصشف كمان لو هنتكلم تحديداً عن مباراة المريخ يعني بسبب الإصابة هيعمل مشاكل فنية لأن إحنا لو هنتكلم على الفريق عندنا ما عندناش ظهير أيصر لإصابة علي معلول ومحمود وحيد زي ما كنا بنتكلم أنا وكريم في بداية الحالة وزي ما كلنا عارفين يعني فحاجة بصراحة غريبة شوية أو بعدين قبل كده ما هو موسماني نفسه رفض المغمرة بأيمن أشرف في مباراة الإسماعيلي ومنحه وقت كافي للراحة اعتمد مكانه على بكهم في مركز غير مركزه عشان خايف عليه عشان بيتدخره أو بيوفره أو بيجهزه لمباراة بيتا كلاب وأبعده عن التدريبات وعلى الرغم من ده لعب مباراة بيتا كلاب وتم استبداله برضو بسبب خشونة الرجبة يعني الصورة واضحة وبينة قوي ده الغريب اللي في الموضوع أنا بطفئ معك جدا وفي الأول في الآخر بس هو هيبقى التساؤل يعني إحنا شايفين كل الشواهد شايفين كل التقارير دي طيب نغامر ليه يعني لو حد عنده إجابة يقول لنا يعني لأن دي عدينة طرحنا علامات استفاهم كتيرة جدا ما أعتقدش أنا وكريم بس اللي منطرحها في البرنامج يعني ناس كتير جدا والستوديات التحليلية والبرامج المختلفة الرياضية والزملاء يعني عن قنوات الأخرى أعتقد برضو تحدثوا عن هذا الملف وطرحوا تقريبا نفس الاستفسارات فلكل حال إحنا أكيد برضو هنرجع نقول بنتمنى التقلق للمنتخب والتأهل بإذن الله وعلى صعيد آخر إحنا دايما عندنا في النادي الأهلي الحقيقة نمازج محترمة جدا وناس أصحاب مهارات بتدفع العالم كله للإشادة بيها الخبر اللي معانا عن الاتحاد الدولي للكرة الطايرة اللي صلت الضوء على مسيرة أحمد صلاح لعب الفريق الأول للكرة الطايرة بالنادي الأهلي على ضوء اختياره ضمن قائمة ضمت أفضل 100 لعب في العقدة الأخير دول اللعيبة اللي نجحوا في إبهار الجميع بمستوياتهم الرائعة واللي لم يفوزوا فقط بالبطولات والألقاب الفردية ولكن كمان نجحوا فيه إن هم يبقوا ملهمين لجيل كامل من اللعبين الصاعدين في اللعبة وكمان للمشجعين من خلال مهاراتهم اللي نالت إعجاب الملايين في كل مكان فطبعا تحية كبيرة جدا وإشادة وتقدير هو كلام جميل جدا لما نتكلم ونقول إن التقرير اللي نشره كمان موقع الاتحاد الدولي اللعبة هو وصف أيضا أحمد صلاح بإنه الإبن الأفضل للكرة الطايرة المصرية وكمان استعرض التقرير خليني نقول لحضراتكو سيرة اللاعب وقالوا عنه كلام بجد كان كلام محترم جدا وهايل خليني مثلا قدي مثال قال إن أحمد صلاح المعروف باسم صلاح هو أضع عشر سنوات في رفع توقعات القرى الطائرة المصرية وقد نجح في ذلك وإنه استفاد من قيمته كأفضل لعبي مصر وكابتن المنتخب لقيادة المنتخب نحو مزيد من النجاحات فكل ده أعتقد كمان في الفترة الأخيرة قد أحمد صلاح أنه هو يعني لكاس العالم نقول هنا بقى عام كان 2019 في اليابان ويعني حاجة بجدة شرف أنت لما تتكلم في حاجة زي كده حاجة جميلة ولو خدت بالك برضو يا كريم إحنا بنتكلم أن مؤخرا كان فيه اهتمام كبير جدا في مصر بالرياضة على عكس زمان ما كانتش الثقافة دي موجودة عندنا بس من ساعة لما بنتكلم عن الاهتمام كمان من القيادة السياسية وفكرة هنا الثقافة المتغيرة وحرص الأهالي أن هما يمرنوا أولادهم ويعلى أن هما يمارسوا رياضة أصبح عندك كده كمان حصول على بطلوات سواء في الألعاب الفردية أو حتى في الألعاب الجماعية أن أنت بتتكلم لما بتلعب على المستوى الدولي أنت بتحصل على مدليات ومراكز أولى فحاجة أعتقد يعني اندلت على شيء فتدل على تغيير نحو الأفضل كمان في هذا الملف اللي هي الرياضة المصرية فكل التوفيق لأبطالنا هي حاجة أكيد تشرف كمصريين وبعدك أيقونات مختلفة في رياضات مختلفة وعندك ناس تكحين لدرجة أن هما بيبهروا العالم كله وبيخلوا الصحفيين الرياضيين اللي من دول تانية يتوقفوا عندهم ويدرسوهم كحالات مش متكررة كتير فطبعا حاجة جميلة جدا وربنا يزيد ويبارك كمان الفترة اللي جاية إن شاء الله عموما تعالوا بقى نروح نتابع مع حضراتكم حالة التقس وقعات درجات الحرارة من خلال هذا الفيديو ونرجع نكمل كلامنا يا فضاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شاهين كان بيقولنا بدايتها من يوم الأربع هينزل درجات الحرارة تقريبا هتنخفض من سبع لثمان درجات وقد كان يعني كنا بنتفرج دلوقتي وبنتابعنا وكريم لصعيد تحديدا ونشوفنا المينيا وسهاج وغيره وروحنا لأسوان لا يعني برح كانت أسوان تقريبا تقريبا كانت تسعة وتلاتين أو تين واربعين أو واحدة منهم يا لأسور يا أسوان ناردة بنتكلم تنين وثلاثين فلأ فيه انخفاض عشان كده دكتور محمود قال ايه قال نقطة في المتعلق الامية ما نتغرش قوي بالأجواء الزائفة دي لأنه ممكن في لحظة جو يتغير فما نخففش أو ما نتقلش نمشي طبقا للوضع تفتكر الجو اللي هو كل يعني ساعة بحال ده بيأثر على المزاج العام يعني ممكن يخلي الناس مودي أصلا دي عايزة دراسها فيه شخصيات بتستجيب فعلا للأجواء المحيطة بالمعنى الحرطي هو الأجواء فعلا يعني لما يتواجدوا في أماكن أو في أجواء مشمسة والشمس فيها طالعة ودرجة الحرارة لطيفة بتلاقيهم في أحسن حالاتهم وفيه زي الناس اللي بتكتائف في الشتاء مثلا فيه كده وفيه كده قدينا بنشوف كل حاجة في موسم واحد الحقيقة في شهر واحد اللي هو الربيع شفنا كل الحاجات فاصل ونرجع لكمل كلامنا تفضل طيب خلينا نروح تبقى لأخبار النادي الأهلي زي ما متعودين وفرق المختلفة مع مرسلنا محمد توفيق من مقر النادي الأهلي بالجزيرة توفيق صباحا خير عليك توفيق في البداية صبح عليك أنا وكريم وكل دلوقتي متابع عشو صفح في الأهلي والقناة الأهلي بيسمعوك بس قبل ما تبدأ وتقول لنا يعني أخبار الأهلي عايزين نعرف منك الأجواء عندك إيه التقس أو درجة الحرارة أخبارها إيه عندك دلوقتي الزحبة وانت رايح النادي كانت أخبارها إيه عشان لو أي حد برضو نازل يعرف ويستفيد تفضل يا توفيق صباح الخير يا نهواند صباح الخير يا كريم تحياتي ليكم وكل مشاهدي عشرة صبح في الأهلي شمس يوم جديد وعشرة صبح من النادي الأهلي بالمقر الرئيسي بالجزيرة زي ما قلت في البداية يمكن الجو هنا فيه تقلبات شوية يمكن من ساعة بالزبط كان فيه جو يعني كان ساعة أكتر دلوقتي الجو بدأ الشمس تطلع الجو بقى أدفى بشكل كبير لكن فيه نشاط ملحوظ للرياح المحملة بلأت ربع لكن الشمس بدأت تطلع والجو بدأ يكون فيه اعتدال يعني ضجة الحرارة نتكلم في 14-15 درجة مواب كتير حالة الشوارع بره يمكن النهاردة فيه حالة غريبة قوي مع أنه يوم عمل ويوم دراسي لكن فيه حالة هدوء غريبة جدا في الشارع يمكن الشوارع تقريبا شابها فاضية سيولة مرورية بشكل كبير جدا النهاردة أعتقد أن فيه تخوف شوية ممكن الجو كان مبارح تراب شوية فده عمل تخوف عند الناس شوية فما فيش أقبال عن الناس تنزل تقضي مشاورها في ساعة مبكرة الصبح جميل نروح بقى الأخبار النادي ويمكن بنبدأ أولى أخبارنا النهاردة بالفريق الأول لكرة القضاء ممكن الفريق بيستقنف تدريباته لليوم الثاني على التوالي ممكن كان فيه أجازة خمس تيام بعد المباراة الأخيرة أمام فيتا كلوب لكن الفريق بدأ بالفعل تدريباته مبارح مبارح ساعة أربعة والنهاردة كمان التدريب التاني هيبقى الساعة أربعة إن شاء الله ممكن فيه غياب عدد كبير جدا من اللاعبين عود ده الجهاز الفن بضم مجموعة كبيرة من ناشئين يعني 12 ناشئ موجودين في تدريبات الفريق الأول ده استعدادا طبعا للمباراة المقبلة أمام المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا المقرر لها إن شاء الله يوم 3-4 إبريل المقبل كان اللاعبين معظم الفريق هيكتمل إن شاء الله بعد العودة من المباراة الأخيرة أمام جزر الكمر اللي هتكون يوم 29 مارس الجاري وبكده يكون الفريق إن شاء الله وإن شاء الله يسافر السودان مكتمل الصفوف إن شاء الله ربنا يبعد شر الإصابات عن اللاعبين ويكون الفريق بتشكيله الكامل في المباراة ويحقق الفوز والسعود مبكنا قبل المباراة الأخيرة أمام سيمبا هنا في القاهرة يوم 10 إبريل المقبل إن شاء الله نروح بقى للععاب الصلاة والألعاب الأخرى يمكن أسبوع كان عظيم جدا للععاب الصلاة نتاج أكثر من رائعة اليد والفوز على الطيران فريق السلة والعودة لسلسلة الانتصارات الفوز على الاتصالات ومن بعده طلاع الجيش وكمان فريق الطير الرجال كان مباراة صعبة جدا أمام الزمالك قدر يحقق الفوز ويرجع تاني للمصاري الصحيح وإن شاء الله بيستعد حاليا للمباراة المؤجلة أمام الترسانة وإن شاء الله بإذن الله الفريق يحقق الفوز ويعطي صدارة البطولة المفضلة ليه مسترز الأهل دايما هم رقم واحد في مصر مش مصر بس أفريقيا كمان ونبدأ أخبارنا بفريق السلة سيدات واللي حقق الفوز مباراة أمام نادي سموح بنتيجة 83-60 في مباراة ضمنه مباريات دور السوبر سيدات فيه برضو الدور الترتيبي بعد كده إن شاء الله بيصعد يعني كل فريق بترتيبه وبيحصل دور يعني زيما هو خروج المغلوب إن شاء الله الفريق يحقق ترتيب كويس مكالفريد الوقت في الترتيب التالت إن شاء الله ينهي الدور الترتيبي في ترتيب كويس يضمن له مواجهات أسهل في الدور التمانية والدور قبل النهاية كمان فريق السلة رجالي ممكن زيما قلنا حقق الفوز فاخر مواطنين أمام الاتصالات وأمام طلاع الجيش فيه أولى جوالات الدور التاني من الدور الترتيبي لدور السوبر رجال الفريق بيستعد لملاقات الجزيرة متصدد للترتيب إن شاء الله المباراة هتكون يقوم جمع في مجمع الصلاة باستاذ القاهرة يمكن الخبر يعني زيما نقول السعيد في الاستعداد إن أهاب أمين الجهاز الفني والطبي الحمد لله تم إعلان جهزيته إن شاء الله ويكون جاهز طبيا للمشاركة في مباراة الجزيرة يمكن مباراة مباراة الهمة في الدور الترتيبي خاصة أن الجزيرة ماشي كويس وهو متصدر الترتيب في هذه المرحلة نروح بقى كمان الخبر مفرح تاني كمان لعبتنا لعبت نادي الأهل الكرة اليد والمحترفة في فرنسا يمكن نادي جانيان الفرنسي أعلن تجديد عقد اللعبة رحاب جمعة ودي واحدة من الأمثلة والنماذج المشرفة المصرية مش بس رياضية لها كمان المرأة المصرية وقدرتها وبرهانتها على أنها قدرة على أنها تلعب على جميع المستويات يمكن رحاب جمعة كانت لعبة النادي الأهلي من قطاع النشئين إلى الفريق الأول ويمكن احترفت في فرنسا ومكملها رحلة احترافة ونتمنى لها رب التوفيق والنجاح ودايما كل أبناء النادي الأهلي يشرفوه في جميع المحافل دوليا وعالميا وكمان محليا يمكن كمان بقى عاوز أعقب على الخبر اللي بتاديته بيه النهاردة خبر أحمد صلاح واختيار الاتحاد الدولي للقرة التائرة أنه واحد من ضمن أفضل ما أتلاعب في العقد الأخير يمكن الخبر أنتوا اتكلمته واتكلمته في تفاصيله أحبب أتكلم المباراة الأخيرة أمام النادي الزمالك يمكن أن أحمد صلاح كان بيان عليه جدا التأسر يمكن بقنا فترة فيه نغمة أن فريق تقرأت الطائرة بالنادي الأهلي المعدل أعمار كبر الفرق الأخرى يمكن يعني زي ما دايما بتقول عليهم أن الفريق بقى عواجيز أعتقد أن أحمد صلاح جايزة بالحجم ده في التوقيت دوت وتكريم أعتقد أن دوت خير تكريم لأحمد صلاح يمكن ظهر التأسر عقب مباراة الزمالك أعتقد أن ربنا عوضوا في الوقت المناسب أن النادي الأهلي حق أفوز وأحمد صلاح يكون التوب سكور في المباراة وكمان بعدها بيومين الاتحاد الدولي يختاروا من ضمن أفضل أو أكثر مائة لعب مؤسرين مش بس رياضيا أو أداء فني لا كمان أن هما يعني زي ما بوصف التقريب على التحاد الدولي أن أحمد صلاح واحد من الشخصيات اللي أثرت فيه جيل كبير جدا من اللاعبين اللي أقدموا على ممارسة كرة الطائرة بفضل اللاعبين أعزوهم زي أحمد صلاح دي كانت أهم وأبرز أخبارنا هنا من داخل النادي الأهلي في الجزيرة الكلمة لكم وتواصل معكم على مدار اليوم هيل جدا وأخبار وتغطية يعني إيجابية جدا خليني أقول المصطلح ده شكرا لي جدا يا توفيق شكرا نروح بقى مع حضراتكم على موقع 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 يلا كورا اسمه المط معايا موقع يلا كورا مع مرسلتنا العزيزة مريم سميح وحنتابع معاها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية والجديد بذكر أننا سيكون معاها لقاء مع منا عمر الصحفية بموقع يلا كورا صباح الفل تفضلي صباح الفل يا كريم صباح الفل أنا هاواند وكمان بصبح على زميلي محمد توفيق وكمان يعني كل التحية لمشاهدي قناة الأهلي في كل مكان لقاء جديد لقاء صحفي جديد وجولة صحفية جديدة من داخل مقر يلا كورا هيكون معانا عدة عناوين طبعا أبرزها عن المنتخب ومباراة غدا يعني أمام كينيا والبداية من جرية الشروق البدري يستقر على منح صلاح شارط قيادة المنتخب أمام كينيا ومن بوابة أخبار اليوم الطريق إلى المنزيال تصفيات أوروبا على صفيح ساخن وسط قيود جائحة كورونا وكمان من جريد رايل كويتية العد تنازلي لرحيل راموس وريال يحسم صفقة هالند وأخيرا من جريد الشرق الأوسط فرنسا تستهل حمل الدفاعها عن لقبها العالمي بمواجهة أوكرانيا وهولندا تصطدم بتركيا طبعا بيساعدنا أن يكون معانا يعني أنقضة رياضية والصحفية من عمر بموقع يلا كورا عشان يكون معانا لقاء وحوار صحفي كمان عن تحليلها عن هذه العنوين طبعا منا في البداية بصبح عليك وبرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي يمكن الملف الأبرز هو المنتخب المصري ومباراته غدا أمام كينيا ولكن في نقطة هامة جدا يعني إعطاء البدري إشارة المنتخب لمحمد صلاح ده كمان عايزين نقول هل ده ممكن يخلق أزمة في صفوف المنتخب خاصة أن عندنا طبعا بالأقدامية السولية وحجازي وإنني خاصة أن كمان حصل أزمة قبل كده بعد رفض عبدالله السعيد وأحمد فتحي بإعطاء صلاح إشارة صباح الخير عليك يا مريم وصباح الخير على الكريم ونهواند وكل المتابعين قناة الأهلي زي ما أنت ما قلت ترتيب أو احنا بداية يعني كل مشهر منتخب لازم نسمع أزمة شرط القيادة زي ما أنت ما قلت الترتيب بتاع الإشارة بيمشي مفروض بالأقدمية فعلى حسب القيمة اللي موجودة دلوقتي بعد استبعاد عبدالله السعيد وأحمد فتحي فعندنا الترتيب عمر السولية عندنا أحمد حجازي عندنا محمد النني وبعد كان عندنا محمد صلاح وعمر جابر دول أول خمسة فبالتالي الترتيب بتاعنا محمد صلاح رقم أربع خلينا الأول نتفق على أن محمد صلاح لعب كبير جدا مميز جدا داخل الملعب عقليته تطورت جدا الفترة الأخيرة نتيجة الخبرات التي اكتسبها سواء في الدوري الإنجليزي أو بل كده في الدوري الإيطالي فخلينا نخرج صلاح برا الحزبة أصلا لأن صراح مشترف في الموضوع الأزمة بقالها تقريبا سانة ونص منذ تولي حسام البادري تدريب المنتخب لعبنا أربع مطشاط كينيا وجزر القمر وتوجو ورايح جاي كل مطش للمنتخب لازم نسمع عن الأزمة بتاعت شرط القيادة هي يعني ممكن ما تبقاش أزمة لو إحنا حسمنا سواء جهاز الفني حسام البادري حسم الأمر بشكل نهائي وقال مثلا أنا اختارت فلان أو أنا الموضوع مش هيمشي معاه بالأقدمية وأنا هختار فلان هو اللي هيبقى دي مشكلة الموضوع كمان تطور مش منتخب الأول بس بقى منتخب أولمبي كمان كابتن شوقي غريب تسأل من فترة عن وجود أزمة ما بين صلاح ما بين رمضان صبحي على أساس شرط القيادة في حالة انضمام صلاح لقيمة الأولمبيات في توكيو إن شاء الله وخرك برضو قال إنه ما فيش أزمة وما فيش خلافات وإحنا بنتعامل مع اللاعبين على حسب العقلية بتاعتهم بس فإحنا لو الموضوع سواء من الجهاز المنتخب الأول أو الأولمبي لو حسمنا الموضوع بشكل مباشر فمش هيبقى فيه خلافة ومش هيبقى فيه أزمة أصل من سريعا عايزة روح معاكي طبعا يعني العنوان الأبرز من جريد راية الكويتية يمكن اتكلموا عن ريال مدريد الانتقالات كمان عايزة تكلم هل يكون فيه صفقات مدوية في ريال مدريد سواء برحيل راموس طبعا بعد ما قضى يمكن 16 عام داخل صفوف ريال مدريد وكمان يعني ملقب قلب الأسد وكمان يعني ضم هالند بمبلغ كبير جدا يمكن اتكلمت راية الكويتية انه يعني كمان راموس رفض انه هو يخفض ردبه من نسبة 10% بسبب جائحة كورونا بس في نفس الوقت يعني فيه رقم كبير جدا وهو 150 مليون يورو مقابل ضم هالند كلبك مضبوط و90% في 99% المركاتو الصيفي المقبل ده هيبقى مدوي الاندية الكبيرة كمان خصوصا لانه معظم الاندية دي ما قدرتش تعمل صفقات قوية في المركاتو اللي فات بسبب أزمة جائحة كورونا واكيد طبعا برضو هتأثر عليها في المركاتو اللي جاي بس مش هيفضلوا اتنين مركاتو واربعض ما يبقاش فيه صفقات قوية الابرز على الساحة دلوقتي هالند ومبابي كل الناس عايزة تعرف هالند ومبابي هيروحوا فين خصوصا ان امبابي عقده قرب ينتهي مع باريس ولسه ما جدتش لكن هالند لسه قدامه 3 سنين بس فيه شرط جزائي فممكن يدفع والموضوع يخلص فيه تأرير قالت ان ريال مدريد قرب جدا من حسم صفقة هالند 150 مليون يورو سؤالك بخصوص انه ريال مدريد رفض انه هو يزود عقد راموس او يزود الرتب بتاعه وفي نفس الوقت هيدفع المبلغ الكبير ده في هالند هالند عنده 20 سنة فانا لما استثمر في لعب عنده 20 سنة لسه صغير هيبني معايا هيكبر معايا في الفريق غير ما ادفع مبلغ كبير في لعب عنده 34 سنة بغض النظر طبعا ان خبرات راموس كبيرة جدا هالند كمان هو عنده 20 سنة بس حقق أرقام قياسية من بدري تفوق على مبابي تفوق على ميسي بانه أصبح أصغر لعب أصلا يسجل 20 هدف دوري أبطال لأرب بشكرك جدا يعني مننا تحليل أكثر من رائع لعناولنا الصحفية اللي كانت موجودة معانا اليوم صباح الأربعاء من مختلف المواقع والصحف سواء المحلية أو العالمية بشكركم جدا لعودة للستوديو مرة أخرى كل الشكر لزبينا العزيزة مريم سميح وطبعا الشكر موصود ضفتك الكريمة شكرا جزيلا لكم شكرا مريم وشكرا محمد توفيق على تفصيل أكثر من رائعة خلينا بقى نروح للكرة العالمية ونروح تحديدا لنجمة بارن ميونيخ الألماني لكرة القدم لفاندوفسكي اللي قرمت بولندا لعب المنتخب الوطني قرمته تقديرا لإنجازاته في قرة القدم والترويج لبلاده كمان في الخارج خلينا أقول لحضراتكم وقام برفع الأوسمة في البلاد من يد الرئيس البولندي في حفل أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة وكان قد فاز بلقب أفضل لعب في العالم خلال العام الماضي بعد مساهمته في فوز البارن بثلاتية الدوري وكمان الكاسو دوري الأبطال لعب كبير كلنا حبناه كمان لما كنا منتفرج على المتشاط الأخيرة ولعب قوي واسم كمان كبير يعني هو مش صغير طبعا في السن ولكن هو مسيرة كبيرة جدا ويمكن لمع جدا في السنوات كمان الأخيرة طيب نروح بقى مع حضراتكم على رياضة كرة السلة حيث فاز بفريق لوس انجلس كليفرز بفارق كان الأول خسران بفارق 22 نقطة من أتلانتا هوكس في منافسات دوري كرة السلة للمحترفين عمل ريمونتادة من الصنف اللي يدرس بالمعنى الحرفي وكانت نهاية في هذه المباراة هي فوزهم بنتيجة 119 ل110 طيب دي كانت الفقرة الإخبارية الأولى في عشر صبح في الأهل معنا فقرات كتيرة جدا يعني معنا النجبة أحمد التهامي ومعنا فقرة أولى حنتكلم فيها عن نموذج نسائي وكمان رياضي وهو سياسي يعني ميكس جميل جدا حاجة تشرف حقيقي وهيبقى معنا السؤال الأخير اللي هو السوشيال ميديا وتوقعات حضراتكم ليه المباراة أنا كنت بقول تلاتة اتنين أو أنا نسيت أنا كنت بقول تلاتة ايه اتنين واتنين واحد واتنين واحد على كل حال هنشوف التوقعات بتاعت حضراتكم في آخر فقرة وبرضو كده هنشوف احنا كمان توقعاتنا ايه بس ان شاء الله بإذن الله يتكون يعني الفوز للمنتحب فاصل سريع ونرجع نكامل هي سفيرة للرياضة المصرية في المحافل الدولية واللجان الأولمبية حيث حققت عددا من الإنجازات سواء في المجال الرياضي أو الإداري مما جعلها تتقلد المناصب المهمة في المنظمات الرياضية هي النائبة البرلمانية آيا ميدني صاحبة الثلاثة وثلاثين عاما حققت العديد من الإنجازات الرياضية والإدارية كلاعبة حققت آيا ميدني العديد من الألقاب القرية والدولية وهي أول لاعبة مصرية في الخماسي الحديث تصل الأولمبياد وحصلت على سبع بطولات عالم في الخماسي الحديث وشاركت في ثلاث دورات أولمبية واستطاعت الجمعة بين ذهبيتي العالم تحت ثمان عشرة سنة وإحدى وعشرين سنة في عام الفين وستة وحققت المركز السابع بدورة الألعاب الأولمبية وهو أفضل نتيجة للاعبي الخماسي الحديث مصريا أو عربيا أو إفريقيا حتى الآن كما حققت ميداليات الاشتراك في الدورات الأولمبية أثنى 2004 بكين 2008 ولندن 2012 وحصلت على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في عام 2008 وواصلت مشوارها الناجح إدارية بعد تقلدها عدة مناصب مثل عضو لجنة اللاعبين وعضو لجنة التنمية الرياضية بالأولمبية الدولية كما أنها رئيس للجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية بجانب اختيارها ضمن اللجنة المشكلة للإشراف على بعض الرياضات في أولمبياد توكيو 2021 كما تم اختيارها لتمثيل قارة إفريقيا في اللجان الخاصة بالاتحاد الدولي الخماسي الحديث لتطوير اللعبة على كافة المستويات واختيرت كسفيرة للسلام والرياضة بمنظمة السلام والرياضة الدولية عام 2016 تم تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 على إنجازاتها المتعددة وفي عام 2021 أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين آية مدني عضوا بمجلس النواب التي أصبحت عضوا بلجنة الرياضة سعيا في وضع قوانين لتطوير الرياضة المصرية على مستوى الهيئات والأفراد آية مدني البطلة الأولمبية في ثوب النائبة البرلمانية تحمل في جعبتها طموخات وأهداف عديدة لإفادة الرياضيين والرياضة المصرية في المحافل العالمية يعني بصراحة المرأة المصرية بتستمر في إثبات نفسها في إبهار بجد مش هقول بقى المصريين بس لا هقول إبهار العالم لأنها مش بس استطاعت أنها تثبت نفسها على مستوى المحلي في محافل كتيرة جداً وفي مجالات كتيرة جداً سواء الرياضة أو السياسة أو الاقتصاد أو غيره حاجة جميلة جداً ويمكن لو شفنا تحديداً في التقرير ده احنا بنتكلم عن بطلة أولمبية واستطاعت كمان أن هي يعني تتقلد مناصب عديدة جداً دولية زي ما أنا كنت بقول لحضراتكو في المنظمات الرياضية وصولاً بقى للبرلمان حنيفهم إزاي أصلاً كل ده حصل وإيه وإيه اللي كان دافع أكيد في حياة كل بني آدم بيبقى فيه كده حاجات معينة هي اللي بتكون أسباب النجاح أو أسباب أن هو يحقق حلمه أو أن هو يكون مختلف عن الآخر خلينا نرحب بس في البداية بالبرلمانية آية ميدني النائبة البرلمانية والبطلة الأولمبية صباح الخير صباح نور احنا فرحانين بجد وانا كمان والله ما فيك نبتدي بالنقطة اللي قالتها أنا أولاً فكرة ده كله حصل إزاي هو أولاً أنا حب أشكر القناة والبرنامج على التقرير يعني أنا أول مرة يكون فيه تقرير شامل لمسيرة حياتي من وانا لعبها لحد المرحلة أنا وصلت لها جي إزاي؟ ده سؤال صعب قوي هو جي توفيق أولاً طبعاً من عند ربنا وإصرار وتحدي وتربية إصرار وتحدي وتربية هو أهلي كلمة السر في حياتي هم أهلي إن إحنا أنا عمري ما كنت أحلم ولا كنت أتخيل وأنا طفلة رايحة نادي إن يبقى هو ده إن أنا في يوم الأيام هبقى أعوده في مجلس النواب وبالتعيين ده محدش يعني بيفكر إن هو ممكن أصلاً تجيله دي أو يكون حياته بيخطط لها إن هو لأ أنا هخش الفرلمان بالتعيين فالواحد ما كانش في الماغه وكده خالص صحيح طبعاً طبعاً فهي بتيجي خطوة بخطوة بتيجي بالأولويات بتيجي بالتحدي كل ما يكون في عائق قدامي بقلبه بتحدي ونجاح دي كانت أصحب مرحلة فالتحدي ده لما يتقلب لنجاح لأ أنت بتثبت نفسك أكتر من الأول والصاحة كلها أو الناس اللي حواليك كلها لأ بيعرفوا إن أنت مميزة أو مختلفة عن الباقي لأن الباقي الطبيعي إنه هيسيب المكان ده ويمشي ويروح حتى تاني صحيح طيب خلينا نبدأ كده بقى مجال مجال يعني مبدئياً الرياضة روحت فيها ليه يعني حقول مستوى رائع جداً ويناجح جداً وكمان ببالتة عندك مهام سياسية بس وكمان على المستوى التعليمي والعملي أكيد برضو في دور كبير بتقومي بي حابة نبدأ بأنهي مجال يعني أنت اختاري حتى ممكن المجال الرياضي إنه هو دوت اللي أنا بدأت فيه في حياتي أنا قلت كل مرة وبحب أأكد للناس كلها إن أنا بدأت حياتي من عائلة متوسطة كل حياتهم أو هدفهم والدي والدتي إن يودوني أنا وأخويا نروح النادي ولا يجيبوا عربية فكرروا إنهم لا إحنا هنشترك في النادي عشان ولدنا يلاقوا الوقت الفراغ بتاعهم يقضوه في حاجة كويسة مشتركنا في ألعاب كتيرة لحد ما اخترت الخماسي قابلت مدرب قال لي والدي والدتي بالنص وأنا فاكرها لو ركزتوا في الخماسي لسه محدش يعرفوا آية هتبقى مميزة وهتبقى بطلة عالم بالنسبة لي هو إي يعني بس أنا جربت كل الألعاب وفيش حاجة شدتني بس الخماسي لأ دجاري وسباحة ورماية وفروسية وسلاح كنت لسه في البداية خالص بعد كده بدأت أحس إن هو هي دواما أنا بنبدأ الأول بسنائي جاري وسباحة دائماً السباحة بيخشوا معي وبيجروا لفة ربعمية متر فبيقدروا يكسبوني السنة اللي بعدي هلاقي حد من ألعاب الكوة يجري ويكسبني وينزل السباحة خمسين متر ومش مشكلة فعلى طول طلع خامس سادس بعد كده يوم لما تطورت بقيت رابع أنا فكرة أن أنا يعني النادي لما طلحت سادس دي كانت فيه فرحة كبيرة أوي أنا دخلت الفريق يعني أنا بيت في فريق نادي الشمس دي كان بالنسبة لي حاجة كبيرة أوي بعدها بشوية لما بدأنا نتعلم الرمعية والسلاح عادة أن السباحين بتاع الألعاب الكوة ما بيقدرواش يكملوا للمرحلة دي إنهم بيكونوا متخصصين في لعبتهم فبدأت أكسبهم فبدأت أخش مركز التالت التاني الأول لحد ما وصلت الجمهورية مرحلة بتاعتي لحد أنا فاكرة في يناير 19 يناير 2001 كان مدرب المنتخب من فولندا اسمه ماريك مكواي طلعت تالت جمهورية عمومي وأنا كنت لسه صغيرة جدا كنت 13 سنة وقال لي إحنا عايزينيك في المنتخب وأنا مكنتش لسه بدأت في روسية كنت بأربع لعبات بس دخلني المنتخب مع الأكبر مني اشتركت في أول بطولة عالم ده كان أول بقى حاجة اللي هو إيه أنا انتقلت بقى من المرحلة المحلية للمرحلة العالمية كانت في سبتمبر 2001 رحت بطولة عالم تحت 18 سنة كان معي مدرب وقال لي شايفة الروسية دي دي بطلة العالم السنة اللي فاتت شايفة المجرية دي دي اللي خدت تاني السنة اللي قابليها فبدأ عندي اللي هو هو أنا هيجي يوم من الأيام والناس تشاور علي ويقال لي بطلة العالم اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت ليه دايما عندك تشكيك ان ده ممكن يحصل ليه ما كنتيش بتقولي لا أنا يوم من الأيام أنا كنت صغيرة قوي الواحد وهو صغير وانت أهلك مش معيك انت رايحة مع مدربين والفريق اللي معي عندهم 17 سنة و18 سنة أنا عندي 13 ورايحة بطلة العالم تحت 18 فانت معيك المدرب هو بيبقى بمقام الأب فهو خلاص هو كل حاجة فبيعرفني الجو وبيعرفني مين اللي موجودين فانا لازم أبقى ملمة بكل حاجة ووجودك أصلا أكبر دليل انك قادرة ان انت مستواكي أعلى من اللي في سنة هو يعني هو ده بقى الإرشاد اللي كان موجهنا من البابايا وممتل هو انت لسا ما تعرفيش دي كلمة والدي دايما انت ما تعرفيش قدرات نفسك ايه فلازم تحاولي وتشوفي لأ وقدرات نفسك دي وصلتك في نهاية المطاف ان انت تكوني أصغر وأول لعبة مصرية في الخماس الحديث تشارك في دورة أولمبية وتشاركت في ثلاث ثلاث دورة أولمبية مو دا اللي حصل السنة اللي بعدها الفين واثنين تلاتة على الكوديوم خدت مركز تاني في بطولة عالم تحت منتاشر سنة ومنزلتش على المنصة لمدة خمس سنين فهي خلاص بعد كده تحولت الواحد وعشرين سنة فجيت في سنة الفين واربعة كان عندنا بطولة أفريقية الفين واربعة يعني أنا لسا ما كملتش خمستاشر سنة واربعتاشر سنة معي ناس أكبر مني والدي والدتي واحنا رايحين في طريق للبطولة قال لي انت لو ما كسبتيش هو دا العادي بس انت لو كسبتي البطولة دي انت هتعملي تاريخ هتبقى حاجة مميزة فهو دا بقى حتة التربية اللي هو له حيك عليه هو مخوفنيش من البطولة بس عمل لي تحدي جوه نفسي ان انا لو عملت كده ده انا عبقى حاجة تانية وانا مش عارفة ايه الحاجة التانية بس هيني الله ده انا عامل حاجة جديدة فالحمد الله فعلا كسبت بطولة افريقيا اتاهلت لدورة ألعاب بقتينا كنت اصغر لعبة كان عندي اربعتاشر سنة ونص ساعتها اه واصغر لعبة حتى ومنه هزت شارك في الخميس الحديث في الاولمبيكتان بعديها الفين وثمانية شاركت في دورة ألعاب بالاولمبية بكين وانا كنت مصنفة رقم واحد على العالم خدت مركز سابع ما كانش لقي نصيبة جيب مدالية اولمبية ويمكن ده كان تاني تحدي بالنسبة لي ان انا قررت ان اتحجب اوكي فكنت موعدة نفسي ان انا هطلع على البطولة لان انا كنت مصنفة اولى منزلتش من على البطولة الفين وثمانية والفين وثمانية كل بطولاتي على البطولة فاكيد اوحاش حاجة هجيب تالت يعني دي ابسط حاجة ثلاثة سابع اه فكنت محبطة جامد قوي مكنتش حتى عايزة اكمل البطولة فتملت نفسي كملت البطولة ثلاثة سابع خدت شهادة التأدير ان احنا عندنا اول تمانية بيبقى اليوم شهادة التأدير بعد كده اتحجبت كانت تحدي بقى هتتحدي هتتحجبي ولا مش هتتحجبي وانتي مطلعتيش على البطولة فكررت ان انا هتحجب واندي حاجة ملهاش علاقة بالرياضة وانا كنت فاهم غلط وتحجبت بعدها بسنتين جي قرار بمنع الحجاب ان مفروض هم مش ملي الحجاب بس ما ينفعش ميول الكم وكنطلون ينزل في السبقات الدولية والعالمية فده كان تحدي قوي قوي طب هتقلقي الحجاب ولا هتعتزلي ولا وانا بس يعني خلاص بقى بستعد الدولة العاب اللي بعدها لندن الفين واتناشر انا مصنفة في اول ثلاثة على العالم هاعمل ايه فساعتها قررت لا انا هيخد الخطوة ووقت السباحة بس هنزل بالميول مطلوب مني بس ده مقابل لان انا مؤمنة ان الحجاب وايماني ملوش علاقة بالرياضة هم فاهمين غلط انت مش مفوض ان انت تأيدني لو انا مؤمنة بحاجة انت مش مفوض تأيدني من هنا جي بقى التحول للادارة اشتركت فعلا شاركت في دورة العاب اولمبية بتاع التاريو وانا اول محجبة حتى يومين هزت شارك في الخميسي بالحجاب في دورة العاب وابعديها بقى الحمد لله جي نصيبي اتخطبت اتجوزت خلفت مش عايزة اسمع حاجة عن الرياضة ليه بس خالص انا خلاص خربت احباط وعندي مفصل حود والحجاب وما فيش حاجة هتتغير وما فيش امل في اي حاجة بعيدت عن الرياضة تماما بعدين وانا حامل راح والدي والدتي تب بصي انت الرياضة ديتك كتير ما تحاولي طب انزلي مجلس ادارة النادي اهلك بجد والله مش مجاملة يعني حاجة يعني تحية والله لو بتفرجوا عليه انتحية لحضراتكم انتو طلعتوا في الاخر نموذج محترم وناجح بعد الشكل بجد من كلامك انا حباهم يعني حبيتهم بجد والله يا زي حقيقة فقلت لهم انا حامل في استقبع انا مش عايزة قال لي لأ انت خدت كتير ولازم تدي البلدك زي ما هي ديتك حتى لو حاجة بسيطة في النادي جزي وكانت يعرف ايه هو الخماسي وايه بطنك عائلة ما هو كورة يعني ايه بقى انت بتعملي ايه يعني انت بتسافري وبتيجي اه يعني تمام انت كويسة فكررت ان انا انزل خدت نزلت الانتخابات نجحت بقى على الاصوات وانا ما عملتش اي دعاية انتخابية فهنا بقى جزي بدأ يفكر اللي هو لأ انت الناس عايزيك خدت سبعة تلاف صوت من عشر تلاف صوت ده رقم كبير قوي بالنسبة الجماعة ومية في النادي فلا انت الناس عايزيك في حاجة من هنا بقى بعدها بخطوة كان فيه انتخابات لجنة اللاعبين في اللجنة اللجنة الدولية المهندس شريف العريان لا قبلها الفين وستاشر خدت جائزة كأس المرأة والرياضة عن قارة افريقيا تبع اللجنة الدولية جميل لان انا كنت نموزة في القارة الافريقية والعربية ان انا بنشر الرياضة وبساعد الفتيات يعني انا بعمل كده انا حبة كده يعني اي حد محتاج اي حاجة انا بساعد فمن هنا بعديها بسنة جات انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة اللجنة الدولية لازم مصر كل دولة بترشح واحد بس جي رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة الاولمبية مهندس شام حطب ومهندس شريف العريان اي رأيك تخشي او طيب ماش انا نفسي في حاجة كده انا بحب الاولمبيكس وبحب الجو الاولمبيكس دخلت الانتخابات كنا 24 واحد انا من دولة مصر البعثة 122 واحد بلعب خميثي يعني اخرنا 80 واحد يوم لما هجمع الصوت هبقى 300 صوت وانا محتاج عالقل 1400 صوت فالرقم كان كبير اوى روحت القرية الاولمبية لازم اللاعبين المؤهلين هم اللي بيرشحوني في دل تأليف في القرية والدتي كل يوم الصبح تكلمني سعي جدوت كأنه مداليا اولمبية فانتسي مش معنى انك مجبته هات دي برضو انت تمثيلك في اللجنة اولمبية ده في حاجة زيته حاجة مختلفة وتمثيل قوي جدا لمدارسين علم نفسة خالص 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 بجد كلامهم مزبوط يعني صح او لاي جدا 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 دور عظيم في حياتك واكيد وواضح من كلامك ان انت ممتنى ليهم والاهتمامهم بيكي انا وحتى في اللحظات اللي انت فيها متخبطة لهم من بعيد من اللجنة حتى وانا من قوية مش مكتنعة في اللحظات دي انا بخبطة فبسمع كلامهم وكلامهم بيطلع مليون في المية صح بعد جدا اه دخلت الانتخابات جبت الف وخمسين صوت تلعت المركز التامن بس مش من اربعة الاوائل ان هم هينتخبت بعد تلات اسابيع تم تعيين في لجنة اللعامين كدوري بقى كمرأة مسلمة عربية ومصرية هم عندهم لازم يكون في دايورستي لازم يكون في خلافة وتنوع من جميع كل حاجة سواء لون جنس دين بلد كل حاجة فتعيين دي جات حاجة لا اذا الله انا عملت حاجة الحمد لله بعد ديها الاتحاد الدولي الخميسي الحديث اه قررت ان خش لجنة اللعبين بعد كده لقيت رئيس الاتحاد الدولي احنا كنا سبعة في لجنة اللعبين انا عن قررت افريكيا رئيس الاتحاد الدولي قال اه لا احنا مش عايزين احنا مش عايزينك احنا عايزين الاوكراني هو اللي هيبقى رئيس لجنة اللعبين عشان الرئيس بيبقى عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فساعة اتكلمت رئيس الاتحاد مهندش ريف العريان حصل كذا 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 قال لي انتي عايزة ايه قلت له انا كده وكده انا خلاص ما بقتش العب واعتزلت. انا مش خاطران حاجة. بس انا متضايق ان هو الماني الجنسية. اه. انا متضايق ان هو قال لي كده. اه. فقال لي طب نتوقل على الله. لان طبعا لازم استشارة ان انا بمثل الدولة. انا مش بمثل شخصي. فدخلت. فتمثلي قرع مش مجرد الدولة. دي دي حقيقة فعلا. فكررت ان انا دخلت كسبت تلاتة اتنين. فدي كانت بالنسبة لنا اول مرة ان يكون في رئيس لجنة لعبين في الاتحاد الدولي تكون مصرية او افريقية. والحمد لله ثبت يعني ثبت نفسي هناك ورئيس الاتحاد الدولي دلوقتي بقى بيشيد بيا في كل مكان. اه. 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 انا مكاني في اللجنة الاولمبية الدولية بيبقى فيه دايما لازم لجنة اللعبين هي اقوى لجنة في اللجنة الاولمبية. لازم يكونوا ممثلين في جميع اللجان. فالاتحاد الدولي للملاكمة تم تجميده بسبب اه. مشاكل داخلية. فكان في لازم لجنة خمسية تحل محل محله عشان خاطر تساعد اللعيبة الملاكمة انهم يتآهلوا لحد اولمبية توكيو. اه. فتم تعييني وتكليفي ان انا كنت نشكلها من ضمن اللجنة الخماسية. فانا معي رئيس الاتحاد الدولي للجنباز رئيس الاتحاد الدولي للجودو. معي رئيس اللجنة الاولمبية بتاع اوغندا. عندي عضوة اللجنة الاولمبية بقى له فوق الاربعين سنة. وهو كان في الاتحاد الدولي الملاكمة. وانا العبد لله. اللهم بصلي على النبي. فانا حاليا احنا بنشرف على الملاكمة الاتحاد الدولي لحد ان شاء الله اولمبياد توكيو عشرين واحد وعشرين. اه انا سفيرة للسلام والرياضة يمكن ذي الحاجة اللي انا قريبة لقلبي ان هي روحت مخيم الزعتري للاجئين. اه طبعا. اه كنت بعمل بروجيكت انما ازاي اعلم البنات السوريين في اللي في المخيم يناك اللاجئين انهم يدفعوا عن نفسهم بأدوات اللي هي من مجرد خرطوم واززت حاجة ساعة عملنا منها سيف وازاي قدروا يدفع نفسهم او يتعلموا سلاح منها. ده عالم تاني خالص اللي حدت روحتي ده. اه اه. عالم حقيقة. دي حقيقة فعلا. كان تابع للامم المتحدة. طبعا. ومنظمة السلام والرياضة. اه اه. فهو يعني عشان كده هي دي جت كلمة انا سفيرة او بطلة من ابطال السلام والرياضة. لحد بقى الحمد لله كرمت في يوم المرأة المصرية الفين وسبعتاشر رئيس. رئيس عبدالفتاح السيسي. خلال الفترة دي لما انا دخلت المجتمع الدولي حسيت ان انا مش فاهمة مصر قوي. انا فاهمة رياضة. بس مش فاهمة بلدي بتعمل ايه. احنا خارجين من ثورة. اه. وانا بقعد مع المان وروس وانجليز وامريكان. اه. كلهم ملمين وكلهم كبار في السن وفاهمين الدنيا بتحصل ايه. اه. حسيت ان انا عندي حتة واقعة. اه. طب انتو. هو من مركزك او بتاعك تقدري ان انت تتعملي يعني اه. دعية وتمسيل. بالضبط لمصر بشكل كبير ان انت كمان بتعودي مع يعني شخصيات وخلينا نقول كوادر اه كبيرة. اه. مهم فعلا ان انت. فساعتها بقى انتو اشتريته دي ليه? طب اشتريته الطائرة دي ما اشتريتوش الطائرة دي ليه? طب اش معنى الفرقاطة دي مش دي. فما بقيتش ملمة. فساعتها لقيت شريط اعلان كده ان فيه تأهيل الشباب للقيادة. البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. هي دورة تدريبية عشان اخشها فيه اربع مراحل. اه. مرحلة الاول نحن بنسلم الورق. بعد كده امتحان شافوي. بعد كده انتروفيو. بعد كده بتخش المرحلة النهائية. اه. هي دورة تدريبية في اكاديمية ناصر. بنتعلم امن قومي وامن وطني. اه. دورات عن الادارة. عن المراسم والبروتوكولات. بتبقى قصة شاملة اه. اه. اعلاقة مصر بالدول العربية. اعلاقة مصر بامريكا. درست الكورس ده بس. كل حاجة. بس. بعد كده الحمد لله انا خارجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. الدفعة التانية. اه. اتكرمت من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفين وسبعتاشر. انا بقول له حريزك اه. دخلنا في كل حاجة. لو الفين واحد وعشرين انت بتتكلمي في الفارلمان. بعد كده. بعد كده الحمد لله خلصنا المرحلة دي. دخلت بقيت عضو تنصيقية الشباب اه. الشباب السياسيين. بعد كده اخر مرحلة تم تعييني في اخر يناير من قبل سات الرئيس عبد الفتاح السيسي قالوه تم تعييني كذا كذا كذا. فدي بالنسبة لي انا سكت رقعتين شكر اللي هو ده بجد. يعني ده حقيقي. احلى قلو سمعتيها. دي حقيقة. بس هي الفرحة يوم واحد بس. شغل وملفات وحاجات كتير. بالضبط. بالكده منزلنا الارض الواقع واكتشفنا ان هو لا دي مسئولية وثقة غالية قوي وشغل جامد قوي وربنا يعني ان شاء الله. هو تكليف مش تشريف المناسبة. بالضبط. وقدرت. وقدرت. يعني طبعا انت اعتزلت بقى او يعني اخدتي اجازة لو بتشتغلي لان لازم يكون في. دي حقيقة. انا مدرس مساعد في الاكدامين البحرية في كلية نقل الدولي الرجيستيات. وحاليا انا مسجلة دكتوراه في سنة ثالثة في النقل الجوي. استنيها بعد الفترة الفارلمانية دي متن تاري. بنا يصر ان شاء الله. لا حالو جدا. موفقة دايما باذن الله ومزيد من النجاحات وساعدنا وتشرفنا بجود خضرتك معنا. انا متشرفت بكو جدا مرسي. يعني بجد انا مبسوطة بك جدا بغض النظر ان يعني النموذج رائع بجد انا بفرح لما بلاي اي سيدة مصرية نكحة وحققت ذاتها رغم اي تحديات واي اه ثقافات ممكن نقول رجعية موجودة بجد دي حاجة جميلة وكمان عندك حاجة ومش مجاملة عن قبول يعني. فربنا يوفقك كمان وكمان بجد ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك مرسي جدا. نورتين وشرفتين ومنستأذن حضرتكم حنطلع فاصل سريع ولما نرجع ان شاء الله حيكون معنا النجم الجميل احمد تهامي وما تنسوش سؤال السوشيال ميديا. السوشيال ميديا التوقعات الخاصة بالمباراة نعرضها بعد الفقرة القادمة ان شاء الله. حدو التلاميذ المميزين في المدرسة التمثيلية للزعيم عاد الامام. شارك معه في العديد من الاعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية. هو النجم احمد التهامي. لم يكن لاتجاه للفن هدف التهامي الذي كان طالبا متفوقا في كلية الهندسة. حيث قرر التهامي استكمال دراسته في كلية الزراعة والاتجاه للتمثيل. بعد ان رشحه المخرج شريف عرفة في مشهد بفيلم الناظر مع الراحل علاء ولي الدين عام الفين. شوفتك فيه قبل كده ما. هو فيه ايه يا كبير. اعمل نفسك معي. اعمل نفسك معي. ايه يا كبير ايه ايه اه كله ضمه 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 مفيش شتيمة ما مفيش. لتهامي العديد من الاعمال المميزة مثل افلام. أزم الكوية شبه منحرف بوشكش شعبان الفارس عمر وسلمة ثلاثة أمير الظلام بدر الناظر وعمر خريستو ومسلسلات مثل كابتن أنوش هربانة منها وشتاني يا أنا ينتي فرقة ناجعة طلة العيادة الجزء الثاني تامر وشوقية الجزء الثاني كلبش الجزء الثاني وقيد عائلي وقمر هادي كما شارك في مصرحية باديجارد ويعد مسلسل فارس بلا جواز مع المطرب مصطفى أمر أحدث أعماله والذي سيتم عرضه في رمضان القادم والزعيم عاد الإمام مكانة خاصة في عقل وقلب التهامي الذي كان محظوظا لمشاركته في العديد من أعماله الفنية فمن ينسى دوره في التجربة الدنماركية وفرقة ناجعة طلة ومسرحية باديجارد لم يترك الفنان الشاب مناسبة إلا وتحدث عن الزعيم الذي أثر في شخصيته وساهم في حبه واحترامه للفن ولقيمته ورسالته أحمد التهامي فنان السهل الممتنع استطاع أن يترك علامة في قلب المشاهد وفكرة في كل عمل فني يقدمه بسلاسة أدائه وصدق إحساسه وبساطة التعبير في الأيام القه بتاعت الزمن الجميل اللي كان بتطلع من القلب كده تشرح القلب الواحد كان بكتدله حماس أخطرم الحضرتك الدنيا كلها تقطع اللحمة إلا أنا أنا لو عملت كده هبوز اللي بقى لسنين بعمله وجزمي هيروح صحيحتي ما بقيتش زي زمان وكل مدى في الناس أنا هتعباني اللي أش آه مروه إنت قولة كونتينر عضلات وفي نفس ذات اللحظة واحد من قطيب خلق الله يعني الهيئة العامة ممكن يبقى فيها شبهة إن شخص ده ممكن نتيجة القوة المفرطة يكون فيه شكل من الأشكال اللي افترأ ومع هذا واحد من أكتر الفنانين التزاما واحتراما وتوضعا أحمد التهامي منور الدنيا وصباح العسر ربنا خليف سواكير عليك مبسوطين أنك معنا وأنت أهلاوي عظيم يعني فيه تاريخ مع النادي الأهلي ربنا يعني أنا المبسوط جدا وسعيد وتشرفت أن أنا معاكم الصباح الخير على جمهور النادي الأهلي وصباح الخير على قناة الأهلي صباح الخير عليك وخلينا بقى معلش كده نبدأ يعني نرجع لورا شوية لأن أنت فيك بصراحة ودي مش مجمع فيك ميزة إن ممكن الشكل يكون بيحط أو بيكبر المنتج أو المخرج بأدوار معينة ولكن أنت قسرت ده تعملت أدوار مختلفة كتيرة جدا كانت البداية كده بس أنت نجحت في حاجاتك برضو يا أحمد كتيرة وأدوار مختلفة فإزاي؟ يعني الموضوع أكيد مش سهل لا طبعا هو مش سهل فعلا لزي ما أنت بتقول يا حضرك إن أنا فيه قالب معين كنت محطوط فيه وطبعا يرجع الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى لأستاذ عد الإمام لإني هو اللي شاف الموهبة اللي عندي وهو اللي حطني على الطريق وهو اللي قدمني وهو اللي شاف إن أنا عندي موهبة يعني أنا أول حاجة اشتغلته مع أستاذ عادل كان فيلم أمير الزلام وأعتقد أنه كان سنة 2000 وبعدها بسنتين لقيته هو بنفسه بيكلمني ودي عظمة أستاذ عادل الإمام على التجربة الدنماركية على التجربة الدنماركية يا أخي الفيلم ده حدوث الوحل صحيح يعني أكيد أكيد طبعا طبعا اشتغلت مسرح وسينيما وتليفزيون مع زعقين عادل الإمام أكتر من مرة بس تبقى تجربة التجربة الدنماركية ده فيلم استثنائي أكيد صحيح صحيح يعني حتى الناس لاتوا يعني مثلا مشاوروا عليها ولك بتاع التجربة الدنماركية طبعا هو حقق نجاح مش بس في مصر عربية بشكل كبير جدا لا يعني حاجة كده يعني هو ده هو ده الشغل مع أستاذ عادل الإمام إن هو بيبقى جواز صفر ليكي في الدول العربية طبعا وانتشارك في الشرق العربي ففي زعادل حتى كمان وإحنا أنا فاكر آخر يوم في التجربة الدنماركية وإحنا بنصور وهنا بقى كان تلمس إن أنا عندي أدوات وعندي مهيبة فقال لي توهمي أنا عايزك معي في المصر فأنا اشتغلت مسرح مع أستاذ عادل بعد ما صورنا التجربة الدماركية مش قبل يعني أوكي فأنا حتى تخضيت لما قال لي إن عايزنا نشتغل معي في المصرح فقلت له أستاذ أنا 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 مش عارف قال لي مش عارف إيه وأنا بعزمك على عشرة يعني عادل الإمام بيقول لك عايزك معك في المصرح فقلت له أستاذ عادل يعني أنا عمري موقف على المصرح وأنا مشتغلتش حتى مسرح لواية يعني خاطف في يوم هقف على المصرح يعني هقف على مسرح احتراف وقدامه أستاذ عادل إمام فدي حاجة سعر حقيقة يعني قال لي سعيدت أنا فاكر قال لي أنت عندك موهبة بس لازم المسرح هيخليك متمكن من أدواتك وهيخليك عندك اتزان في التمثيل لكن حقيقة أستاذ عادل يعني سعيدت فضل كبير علي وأكتر يعني معلش الأسئلة دي بتبقى كليشي بس بنبقى حابين إحنا كجمهور نعرف من الأدوار اللي بجد يا أحمد حسيت أن أنا داخل أمثل الدور دا بس أنا حابه يعني ما ممكن أدوار كتير تتعلم عليك بس مش كل الأدوار اللي بتمثلها أنت بشايف نفسك أنا عايزة عن الدور دا كان إيه تحديدا والله حقيقة يعني هو طبعا أدواري مع أستاذ عادل إمام يعني طبعا بتبقى عارفة أنت اللي هو بتحسي أن بعد مشوار أن ربنا بيكريمك بجائزة كبيرة جدا وهداية كبيرة جدا أنك بتشتغلي ولو مش هدنا أستاذ عادل إمام طبعا فالحمد الله كان لها نصيب طبعا في السينما وفي الدراما في المسالسة زي فرقة نجاعة طالة طبعا دا كان كمة ساعدتي لما أستاذ عادل إمام قال لي أنت هتبقى واحد من أعضاء فرقة نجاعة طالة فمش عايزة أقول لي هايزة أقول لك عاد تصلي ويعني واشكر ربنا فوق الوصف مش عايزة أقول لي كان أحساس كان عامل إزاي طبعا من الأدوار بقى كمان اللي أنا بحبها قوي مسلا يعني دوري مسلا في كلبش يعني لي لأن أنا ما تعرض علي كلبش واجالي الورق فقالوا لي دور عاوض فأنا فاكر يعني قلت دور زابط بوليس فأنا نفسي أعمل أدوار دي الأدوار البطولية وأجسد دور البطولي لأبطالنا من الجيش والشرطة وأنت يعني اللي ما يعرفش أنك ممثل حيقول والله طول عمري أقول دي أمنيت حياتي أن أنا نفسي أعمل الأدوار دي من قبل ما يتعامل مثلا كلبش والاختيار دايما أقول نفسي أعمل الأدوار دي فجي بقرأ الورق لقيته عاوض ده صعيدي فعمل أقرأ أنه هو دور صعيدي وواحد غلبان وعايز ياخد طرقه في تمثيل يعني فيه آه فيه تمثيل وبتكلم لهجة تانية وشكل تاني فأول حاجة أنا روحت متكلم طبعا أستاذ باهر جرودور المؤلف فقلت أستاذ باهر أنا دور اللي جايلي دور عاوض قال لي ما أنا شايفينك في الدور ده قلت لها بزي سعيدي بالشكل ده فقال لي أنا قل لي أنا سعيدي فهو باير برضو بيضاني وبتاع فقال لا فكلمت ساعتها أمير قلت له طبعا النجم أمير قرأ أخوي وحبيبي قلت له أمير أنا هعمل دور عاوض قال لي كلنا شايفينك تعمل دور سعيدي وكلمت ساعتها طبعا أستاذ بيطر ميمي فقلت له أولا أنا مش اسألك على الدور قلت له أولا أنا أنا عايز أجي أبوسك يعني إن داني فرصة في نظرة مخرج ما هو ده مخرج فنان بجد عايز يشوف كل موسم معاه بدور تاني مختلف ما عملوش قبل كده يعني مش هو جايبه يطلع الإمكانيات اللي عندك اللي لسه ما تلعيتش أم ما ظهرتش اللي أنت ممكن نفسك متباشر أصلا عارف عنه صحيح ده حقيقي يعني يعني مثلا لو كان حد عرض عاما يعني كنت عاد أفكر وبتاع لكن أنا كنت فرحان جدا بدور وبعدين كنت مستمتع بقوا أن رايح الستوديو إن أنا هصور وهشتغل بس طبعا أول يوم ده أنا مش عايز أقول لك يعني يوم صعب يعني التدريب على اللهجة أصلا بس فكرة إن أنت خلي بالك السيدي بتاعك حتى إيه في الآخر بكلبس وقد كده مليان بأدوار ذات مساحات متفاوتة بس كل دور منهم علم مع الناس لأن أنت واقف الدور ده أو من خلال الدور ده واقف وصاد نجم زي النجم عادل إمام أو واقف قدام كاميرا تمخرج مختلف زي بيتر ميني ففكرة إن المساحة ما بتفرقش برضو من الحاجات اللي تستحقق عليها التحية لأن أنت بتسيب بصمة أيا كان عادل المشاكل دي حقيقة أنا بأقفر واقع أقسم لك بالله والله هو فعلا زي ما إحنا يعني أنت طبعا عارف طبعا يا كريم أن مساحة الدور مش هي ساعات النجم بره بياخد جائزة أسكر على مشهد معير فهو مهم جدا طبعا إنك إنت بتشتغل في عمل كبير وعمل مهم خلاص دي رقم واحد رقم اتنين إن المشهد ده هتعمله بس مشهد مؤثر بالدليل إن مسلسل الاختيار كان في نجوم ضيوف شرف كتير صحيح يعني ما ننساش مثلا محمد إمام لما عمل دور في الاختيار آآ أحمد صلاح حسني لما عمل دور فكل النجم لما بيجي يعمل دوره في مشهد ومشهد حلو في عمل كبير فخلاص بيتشاف كويس فمساحة الدور مش هي المتحكمة في الموضوع يعني طب أحمد في يعني دور بصراحة برضو اتعرض عليك ورفضت حسيت ده مش هيديف حينقص بصراحة كتير في البداية طبعا آآ يعني يعني كنت بحاولة بعد طبعا في البداية كمان يعني هو الفترة اللي انت عايز انتشار فيها اه طبعا في البداية يعني ما كان عايزي ما اسأل طول وقت ما هو انت زي ما قلت انت خلاص انت موجودة في الوسط وما فيش حد يعني شبهك آآ الليها في الشكل آآ طبعا بتكلم عالشكل بسماني يعني ايو 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 مش بتكلم على الشعر المسافسي لا بالغير المسافسي يا بلينزي بتعامل شغر الله بصري عامل زي الحبيب لا كريم زي العامل فكان بيتعرض عليها حاجات كتير قوي فكنت بقول لا ده مش هافع ده هرفضها لا هحس ان هي آآ مش عجباني فكان ده بيحصل كتير قوي في الاول كويس ان كان عندك قوة الرفض حتى وانت بتبتدي مشوارك لان مش كل الناس بيقدر يقولوا لا في وقت زي ما نهواندي بتقول لك لب بيدوروا فيه على الانتشار صحيح انت ما كنتش فاهم احمد ربنا لا لا كويس حتى لو كده برضو احمد ربنا كويس ان في الاخر نتج عنده ايه انتقاء مميز للأدوار زي ما كنا نتكلم سويا طبعا في حالك انت اتواب احنا عندنا ملفات كتير حياة ممكن نتكلم معاك فيها يعني طبعا اهلويتك المفرطة وصفرك ومتابعتك لكل يعني ما هو متعلق بالنادي الاهلي ادي ملف ملف ممارستك انت شخصيا لرياضة وبيخيالي دي برضو ممكن تبقى نقطة مهمة وملهمة الناس كتير من اللي بيتفرجوا علينا فكرة انت بتمارس رياضة قد ايه يوميا كم ساعة نزامك الغذائي يعني ايه اللي ايه اللي قدرتك تعمله او ايه اللي عملته عشان توصل في الاخر دي الفورمة الحلوة دي بسم الله ما شاء الله حبيبي يا كريم طبعا انت قلت حاجات كتير اول بص يعني طبعا انا انت عارف اه الوسط الفني بس انا اصدقائي اكتر طبعا في الرياضة وطبعا لعيبة الكورة ولعيبة النادي الاهلي طبعا اكتر وارتواتي بالنادي الاهلي والنادي الاهلي انا مش اقول شعارات كبيرة عن النادي الاهلي بس حقيقي النادي الاهلي اه مؤسسة كبيرة ومنظومة محترمة من ايام الكابتن صالح سليم لحد طبعا الكابتن محمود الخطيب يعني اه ومنظومة دايما انت عارف ايه يجي يقول لك ايه النادي الاهلي خلاص اللعيبة يعني كان في جيل اه بركات وعماد نتعب وجيل الزهبي ده وقال لك خلاص الاهلي عندنا جيل دلوقتي اجيال بتسلم اجيال هو ده النادي الاهلي وكان زمان اه كابتن محمود الخطيب وكابتن طالد رابو زيد يعني انا فكر وانا صغير اه طبعا بيبو ده اه واحنا اطفال كان اه حلم طبعا فاحنا كول انا كان لدي فاكر من خمس سنين يعني و اه كنا بنعاية عايزة اروح اشوف اه بيبو في الاستاد وكان ماتش ووالدي سعياته اخدنا وكان اول واخر مرة روح بالاستاد من زمن يعني طبعا روح بالاستاد بعد كده بس. انا بتكلم على عمره وزمن ان انا اروح اشوف اه بيبو. طبعا. كابت المحمود الخطيب. فكان بالنسبة لي حلم. اه فطبعا انا ارتباطي اكتر بالرياضة طبعا فمعظم حتى اللعيبة والمدربين عارفين ان انا رياضي فارتباطي باللعيبة. اه. دعم حبك للرياضة. اه حقيقي. والرياضة كمان يعني هي بالنسبة لي لاتي ما بقيتش مجرد اه لا يعني اسلوب حياة هي الحياة بجد يعني الرياضة مهمة جدا. اه. بالدليل دلوقتي ان خلاص يعني الثقافة الرضية بقت منتشرة دلوقتي. طبعا. يمكن كان الاول مش موجودة حتى فلوسة الفن عندنا صحيح. خلاص بقى كل كل النجوم دلوقتي بيمرسوا رياضة. عايزيني بو فت عايزيني بقى في ستايل واي. اه. والنجمات كمان يعني فالرياضة مهمة جدا والنزام الغذائي. والسلوب الحياة كمان وحياتنا كفنانين هي 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 فيها طول وقت سترس شوية وضغط. وانا عندي سؤال اللي يجبقى بصراحة. احنا بنشوف ده في هوليوود. لما يجي مسلا دور لفنان او فنانة يتطلب من ان هي تدخل قوي تخس قوي. اه ده بيحصل حد يحلق شعره. لو جالك دور انك تخس تماما. ايه. وتفقد كل العضلات اللي انت ممكن تكون عمرك بتشتغل عليها. هل ممكن تعمل حاجة زي كده احمد بصراحة? اه طبعا. يعني اه هو طبعا مجهود كبير جدا. طبعا. يعني ده طبعا يعني جينا جينا في كلبش. اه المفروض ان هو اه اه شاب اه غلبان ومكسور وبتاع وحاجات ومن اسرة بسيطة. فكان ما ينفعش موضوع العضلات فحاولنا نخفيها بطبعا ان انا بطل طبعا التمرين وان انا عملت ضايت عشان ما يبانش طبعا تفاصيل العضلات وبتقي تلبس حاجات تحت الهدوم عشان يباني ان التخل. اه فرقة نجحة طالة لأ كان بتعتمد على برضو الشكل جسماني والقوة توامي ده كان شخصية قوي جدا. فان عدت في معسكر سنتين يعني عشان كده ما بيجي ما سقولك ايه اه معسكر اه شهر او فترة اعداد شهر. فان عدت فترة اعداد سنتين متواصلين. لان فريد نجحة طالة كان مسلسل صعب ومسلسل اه كبير واتقيل. فعادة حسب الدور هو هو عايز زيف يعني. يعني اه. اه. اه طبعا. انت عارف الحلوة كمان من ضمن التفاصيل حلوة كتير تخصك اه تهامي. فكرة ان انت برضو كسرت النمطية بتاعة المخرجين اللي بيستعينوا بفنانين معينين في ادوار بعينها. عشان مواصفاتهم الشكلية والبسمانية. يعني انت شفناك ادوار كتير سينما وتلفزيون. لا فيها اداء تمثيلي. وفي بعض الاحيان او في كتير من الاحيان حتى مسلسلات وادوار كوميدية وكوميديا فن صعب. مش كل الناس يقدروا يحققوه عند المتلقية او عند المشاهد. فانت كسرت الحتة دي. ما يعني ايه. صعبت مهمة اللي حاب يحطك في ادوار نمطية. بان انت كمان بينت جزء اللي هو ايه. الامكانيات التمثيلية اللي فده حلو برضو جدا. يعني كان كان حظك حلو في التفصيلة دي. حقيقة كريم طبعا انت طبعا الدور اللي انت بتتمنيه دايما طول الوقت. اه مش هيجي لك زي ما انت عايزه ولا الدور اللي انت شايفه الورق بيبقى مختلف. اه قصة. انت اللي بتحاول على قد ما تدرب انت طبعا فاهم ده. بتطعمه. بتطعمه وتبتدي تحمل حاجات وتبتدي تشتغل على على الشخصية وتبتدي تحطي لها ملامح ساعات كتير بتجي لك ادوار مش محطوطة. طبعا. مش محطوطة ملامح ليها وبتطعم تشتغل فيها على قد ما تقدر. وبذات لما يبقى معك اه مخرج اه كبير و اه و مؤلف مهم كمان. اه بيبقى الموضوع اه تقدر تعمل تواصل. بس طبعا ده بيبقاش متاح طول الوقت يعني. طبعا ساعات بتحط حاجات صغيرة وساعات في في ناس تاني تقولك لا والله انت. لا ده هو زي ما هو. مش هتقدر نحط فيه اه قلم ما هو. فبتبقى تعمل. تتأقلم يعني. تتأقلم بس في التمثيل بقى يعني تبتلي بقى انت تاخدها في الشكل مسلا يعني ما هو انت ساعات بتيجي تلاقي مسلا فعلا مساحة الدور صغيرة. حقيق يعني انا مش هادر اتكلم عن دور معينة بس اقول ساعات بتيجي تلاقي مساحة الدور صغيرة ومش عارف تتحرك وجنبك ممثلين كتير. اه. فازاي اه هتفرد نفسك فطبعا يعني هنا 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 المنافسة ايه اه زي ما بقولك المنافسة الشريفة اه. فبتقعد بقى بتعمل حاجات بتتغير في الشكل في اللبس بالطريقة. فهو ربنا سعيتها طبعا اللي بيكرم الواحد يعني. انت الشغل بقى اللي هو الهندسة كده انت بعيد تماما عنه ما. لا يعني بصي الهندسة طبعا انا كنت رحبا جدا. بيقصد درسيتها صعبة جدا مبدئين. جدا. بس انت ليه طب دخلت درسة هندسة وانت عايزت من الاول تمثل يعني. والله انا اه طبعا اه. لو شهادة لازم. لا والله انا ما كانت شدماري خالص الهندسة. وما كنتش بحب المذاكرة. امال ايه الفيس? اه يعني يعني. بس كنت شاطر يعني. يعني انا كنت كنت احب البيت قوي. فما يعني كان خرجاتي قليلة يعني انا مخرجتش غير يعني بداية بداية التمثيل بقتيت اخرج وبتاع في البداية يمكن انا عملت اعلانات فهودة اللي ابتدأ ايه? يخرجني من البيت. لكن الاول اللي كنت اقعد في البيت وبتاع ما جلتش بزاكر بس كان رياضة معايا. اه اذاكر قبل امتحب بس خلاص انا بعرف. فلما جات الهندسة بقى والديتي هي اللي كانت عايزة اخش الهندسة والله يرحمها راح مطلع عليها وبتاع. بس لكن الفن طبعا اخدني الفن. ما مارستش يعني الشوكة. لا لا خالص يعني لا خالص. على كل حال احنا لسه عندنا محاور كتير جدا ولسه اسئلة ولسه صور ولسه تعليقات حضراتكم لان كنا نوهنا لو حد عحابب يعني يوجه اي رسالة للنجم احمد التهامي بعت لنا فحنقرأ ان شاء الله كل التعليقات دي مع احمد بس بعد الفاصل. لسه معانا النجم الرياضي الجميل الاهلاوي احمد التهامي ولسه محاور كتير هنتكلم فيها وحنبدأ بالاهلي. لان زي ما كنا بنقول كل ناس عارفة انت صحابك كتير قوي من اصلا الفريق. مين اكتر ناس من الفريق قريبين لك دلوقتي? والله يمكن معظمهم يعني طبعا افشة. طبعا اخوي اب حبيبي هو ايمن اشرف مقربين جدا وعلى طول في مناسبات بعض يعني اخواتي جدا طبعا شناوي انا بحبه وصديق يعني طويل وسعد سمير ومحمد الشريف يعني لعيبة كتيرة واخواتي يعني. وفي الماتشاط بقى ايه طبعا الاكيد بتبع كل ماتشاط. اه طبعا لا الاهلي. بتروح لستادها العرفة دلوقتي يعني طبيعة الحياة. لا خلاص الاهلي اصلا انت عارفة دايما نقولك اللي بيحب البطولات ومتعاول عوضاتي شجع الاهلي. اه. طبعا. ورقع وتاريخ يا جماعة. يعني بقى يحب الفن ونهان ده سيشجع الزمالك بس. ايه. 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 انت انت كبه مسل طول. بس طبعا. بس طبعا يعني الاهلي اه فعلا اه. فريق اه قوي اه ماشي بخطة بخطة كويسة في النجاح وهو وعمل شغل كويس في افريقيا يعني هو تاني المجموعة ولسه ليه متشاط يعني. يعني فحقيقة اللعيبة مقاتلة جدا في الملعب. اه. عندهم مهارات فردية بس دايما بيلعبوا بمهارات جماعية. واللعب جماعي. يعني انا شايف ان في اسرار دايما. اقولك الاهلي. اه. لا الاهلي مش اه. مش حلو المطش ده او مش. مش فيقين اللعيب اه. 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 فاجأة تلاقي الاهلي بيقاتل الاخذ دي اه. وتلاقي الجنف. اه. اه. التاسعين احنا مع مطابطة. اه. اه. اطبع. اقفشة ممكن. اه. القضية ممكن. اطبع انت بمناسبة يعني 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 قربك قوي من معسم لعبة الفريق الاول لكرة القدر في النادي الاهلي. على السعيد الشخصي بقو الانساني. يعني هل بيكون في فجوة بين وجهة نظر الناس اللي عادين بيتفرجوا المشجعين وبين اللاعب يعني مثلا مثلا حد زي أفشة أو غير أفشة يعني حد مثلا إيه أطار جدل معين في لقطة من لقطات المباراة والناس كلها قالت حاجة معينة عليه أنت بقى لما بتلتقي معاه على الصعيد الشخصي والإنسان تقول له مثلا الناس كلها شافة كذا كذا أو الناس كلها معظمهم بيقولوا كذا كذا على اللعب الفلاني هل بيبقى يعني بيدور يعني ما بينكم النوع ده من الحوارات ويقول لك لا أنتم مش واخدين بالكم إن ساعتها كانت كذا يعني تاهم أصلي والله يبص هو بيحصل بس طيبا الجمهور أنت عارف الجمهور لما بيشجع نادي فمن كتر عشقه فهو أنت عايزك تكسب طول الوقت وعايز يشوف النجم ده هو طول الوقت اللي بيجيب جوان وتحصل على بطولة يعني إحنا خدنا التسع التاني يوم العشرة يعني هو ده يعني ما عندوش الجمهور ما عندوش مساحة أنه لا أنت لعبت وحش دمرة دي أو أنك عندك ظروف معينة أو أنك خارج من بطولات تقيلة لعبت بايرنم يونيخ وفريد برازيل وخارج من بطولات تقيلة حتى أنا يمكن قلت قبل كده أن الفرقة طبعا مجهدة دي بطولات تقيلة وربعة فلازم فيه فترة فيه فترة إعداد بدن إن هم يقدروا يرجعوا تاني للبطولات كويس والحمد لله عمين شغل كويس بيحصل ده طبعا أنا يمكن ما قابلت وكان يمكن أول مرة قابله طبعا مروان محسن فمروان إنسان حقيقي جدع وإنسان طيب وأنا يعني يعني يمكن المشهد اللي شفته إنه هو إنه هو الأهل بيحتفل وهو حزين عشان ضير على ضربة الجزاء لا مروان مش آخر مطف مروان أنت لعيب كبير ولعيب مجتهد وإنسان محترم حقيقي يعني طبعا إنسان محترم جدا فهو توفيق بتاع ربنا فهو هيجي في وقته يعني ده وجيه قبل كده كتير حقيقي يعني هو ليه قبل كده تاريخ محترم جدا حقيقي ليه تاريخ بالزبط يعني مش هي دي آخر مطف في المرور لأ أنت بالعكس أنت لعيب جامل جدا فأنا طبعا الدعم طبعا لكل صحابي وفعالنا يعني لا بيحصل نقاشات كتيرة جدا ما بيننا وفي المتشاط بيحصل حاجات وابتاع ولازم نقعد مع بعض بنتكلم بيحصل ده كتير جدا يعني نروح بقى السوشيال ميديا مش سوشيال ميديا المنتخب لا سوشيال ميديا لأحمد نقرأ لك كده شوية حاجات الناس بعطينها عايزة أقولك بجد يعني الناس أيلالك كلام بحلو أشرف عاطف بيقول القلب الطيب الجدع ابن الأصول أحمد التهاني ربنا يا خليق أشهر ورمضان فاتحي منورين الدنيا الناس المحترمة وإكرام المصري بيقول منور يا نجم النجوم وإسلام حسيني منور القناة كابتر أحمد وزينة بصابر منور يا نجم النجوم ربنا يا خليكم بص بقى مصطفى بيقول يا مصطفى بن عادل بيقول لك لأ ما فيش أسئلة أنا جاي أحط قلوب للحلقة العظيمة دي الله مرسي مرسي يا مصطفى هاني يقولي ايه التلات تلاف ايه دا كم سنة عشان تجيبت تجيب لي جسمك ووضح لو بيسأل أن خدت منك يعني وقت خل منك وقت الديت أنك توصل للفورمة دي بس صوات صيغة بتاعته صعبة شوية العمر كله الرياضة من الصغر اه من ونت يعني الرياضة من الصغر يعني طبعا من سبع سنين سباحة ألعاب قوة بعد كده جودو ونظام أكلبات اه طبعا يعني الصغر بس طبعا كل حاجة يعني في أي وقت نقدر نلعب رياضة ونقدر نحن نعوض صحيح نعوض اللي فاتح حمادة حبيب بيصبح علينا كلنا وعلى فريق العمل في القناة وبيصبح عليك يا تهامي ويقول لك منور القناة ويقول لك سؤالي ايه آخر أعمالك الفنية وما هي أفضل المواقف الطريفة حمدي الأزهري بيحيينا وبيحييك وبيقول لك نورت القناة نرجع بقى لسؤال حمادة حبيب آخر أعمالك الفنية وأفضل المواقف الطريفة أو أكثر المواقف الطريفة اللي جمعتك مع العيدة الأهل والله آخر أعمالي أنا كان عندي فيلم زنزانة سبعة طبعا مع أخواتي أحمد زاهر ومضالي الشافعي ومنا فضالي وعبير صبري وإهب فاهمي وكان إخرج إبرام ناشد وده كان آخر حاجة في السينما عندي حاليا بصور يعني مسلسل أنا حابه جدا فارس بلا جواز طبعا مع أخويا وحبيبي طبعا من النجم ومصطفى أمر وأنا بحبه جدا وطول عمرنا يمكن مصطفى صديق وعمر كمان وطول عمرنا نفسينا نشتغل مع بعض والحمد لله يعني أنا بشارك مع سنادي في مسلسل فارس بلا جواز إخراج الأستاذ معتز حسام وعندي أحسن أب مع طبعا علي ربيع طب وكل بقى بمناسبة أحسن أب ناخد سيادة اللوة مصطفى التهامي والد الفنير أحمد التهامي سيادة اللوة صباح الخير على حضرتك في البداية صباحا كل خير أهلا 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 سيادة اللوة أهلا بحضرتك سلام علي Shim � Jared سيادة اللوة أحمد كريم كريم كريمеле بحضرتك آهلا بى نفسها سيادة اللوة أولاً أحمد دخل المجال سيادة اللوة أṣمد دخل المجال بس يعني عنده كارزمة وناس حباء reminiscent والحمد لله ما صرته لحد دلوقتي يعني نكحة جدا هل حضرتك لما جيه في البداية كده يقولك انا عايز امثل كنت حاسس ان هو هيوصل للنجاحات دي ولا كنت حابب ان هو يمثلا يمارس الهندسة كعمل وجنبها يمثل مثلا عايز اعرف الحضرتك الله يو احمد بصراحة يعني اتدى حياتي في فوليد الهندسة واحد ديها الثانية وثنين وثلاثة ولكن ابن رجل فنان عظيم وانا عظي كويس مع العظم دي الفنان عاجل امام طبعا وجذبوا لهذا المجال وما قدرتش احل المشكلة بان انا كمي يكمل بقى في مواناة عليا طبعا صح 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 اكمل بقى في الزراعة واستمر مع الفنان الكبير علي اليمان يعني اكتر دور حضرتك بتحبه الاحمد اي دور او اي عمل فن والله يعني يعني ادواره كتيرة وادواره اتقانة صراحة واعظم يوم النهاردة واشوفه باشوفه في اعظم خناة واعظم نادي دلوقتي يا شلاوي يا شلاوي يا شلاوي حلو انا حافظك على فكرة كبيرة في التحامل مع الوظماء يعني انا طبعا خديجة اعظم مؤسسة عسكرات العالم يعني طبعا بلا تحايد يعني سبعة ثلاث سنة طبعا طبعا سيدك الله سواء كانت الكلية الحربية والجيش المصري طبعا طبعا يا فندم طبعا منتكلم عن يعني مصر يعني احنا منتكلم كده عن مؤسسات بس كلنا في الاخر طبعا المصر دور عظيم جدا يعني واكيد كمان تحيل حضرتك يعني سيدة اللوة صبعا الخير مناور الدنيا والله يا العظيمة ست اللي وعملها جنراحة انت فاجر احمد لما عدت تعالت انت وخوك عشان طرز صرج على بيبو والله لسه بقولهم بلسه لسه والله وقتوني الاستاد بقى كلا وانا فت دعباد لكن اطريت ان انا عفض عليهم وخطوهم الاستاد كالا صحيح كان لسه رجع من الشغل اه وحقيق لسه رجع من الشغل وضعباد وكان بالبادلة الميري على طول على الاستاد وخطوهم الاستاد عشان يصرجوا على بيبو وحبيبه من النادي الاهلي طبعا طبعا نمس واضح ان محبة احمد للنادي الاهلي برضو فيها جزء وراسي من حضرتك يعني حتى لبرتك وانت بتتكلم عن النادي الاهلي شيء عظيم بدا ان احنا بنحيي لا اقول ان يخش من البيتك كريم كان قبل ما يعمل اي حاجة على طول ماتش شغالي امه كم كم يعني اه هو كم كم ويقعد قدام التلفزيون لا يأكل ولا يشرب ولا احوه جاي من شغل تعبان يعني صحيح انت مش جايب بقى النقطة دي من بره فعلي حيبا سابت الليوة اتشرفنا بجود حضرتك معنا صباح الفل عليكم وارغوب تابع معنا بقيت اللقاء مع احمد دورت الدنيا خليم انا طريب اعظم خناه الاعظم وابتسر يا بيقنا حيب حيب نورتنا سابت الله وشكرا لحظيم احنا بس شكرا لحظيم انا بس شكرا لحظيم صباح الفل يا فل صحيات يا فل صلاح الكل ده الوالد ما يقلش جبال عام يا اوه بجد ايه الا العسل دي يا اوه يعني برقى يشوف اللي هو وقوات مسلحة بس شخص لطيف ومحموح كده في الكلام صحيح يا ربنا دير الصح يا ربنا حلو ان اوكل بشجعة كمان وان واضح ان هو كان حابب يعني او فرحان بان ان انت اخدت قرار زى كده ونجحت فيه صحيح يمكن في الاول برضو كان صعب لان هو كان يعني مش معترف بدا لان برضو هو مش عارف الخطة عاملة ازاي وهو طبعا كان عايزني كلها حربية وانا اطلع ازابط وانا من وانا صغري يعني كنت اتفرج بسعا على على فيلم رصاصة اللي تزال في جايبي او افلام حرب اكتوبر وكان الافلام التسجيلية كمان مانشاط منتخب مصر انا كنت او انا طفل صغير كان جسمي اشعر ان انا دي مصر وانا عايز اخش وعايز حارب وعايز بس هو جي في وقت الفن اخدني بطريقة رهيبة جدا ابتدت اعلانات يمكن ابتدت اهزر فاعمل اعلانات فا لقيت نفسي باطل اعلانات وكنا في فترة دي كن اشتغل اعلانات مع النجوم دي دواتي موجودين على الساحة كنن مشتغلوا احنا مع بعض طبعا 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 اه فحبيت الكاميرا اه فالكاميرا اخدتني وقلت انا انا مهتم بالرياضة وممكن في يوم الايام اوصل الرسالة دي من خلال ان انا اعمل فيلم زي زي فيلم رصاصة اللي زال في جايبي زي وا 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 لا وتوظف الرياضة كمان في الفن بالزبط واجسد الشخصيات دي فالفن اخيان طبعا الولد ممكن في الاول كان معترض شوية على السلم وبعد كده لما زي ما هو قال اني لما لأ فجأة ان انا بعمل دور كبير وده طبعا من يعني من ضردة ربنا سبحانه وتعالى ان انا بعمل دور كبير مع استاذ عاد الامام ودور مهم يعني انك انت تمثلي مع استاذ عاد الامام حاجة وانك تنجحي كمان مع استاذ عاد الامام دي حاجة تانية حاجة مختلفة مش كل المثلوا معاه طبعا استمروا او علاقوا في ذهن الناس فدي نقطة فرق طبعا هي طبعا بتاع ربنا سبحانه وتعالى يعني هو ربنا اللي اراد فدي الحمدلله هو من هنا اقتنع ان انا ان انا خلاص انا عايز التمثيل فنرجع بقى تاني للقورة ونشوف موضوع عفشة كده على الفيديو اللي هنشوف دلوقتي هنسيبك انت تتعلق لنا بقى على الفيديو جهة هو هنا ايه اللي حصل ادالك تي شيرت او انت اللي تتعيب له في ديجيا هو لا ايه موضوع هنا وهنا كنا منحتفل بعد بطولة الثلاثية وكان بعد القضية ممكن طبعا وحقيقينا منحتفل ما وقفشة وبعدين هو كان قفشة عزم كل صحابه في الحفلة دي وكان ديك الرومي ده بعيد فانا يعني هتحط له قضامنا الاكل بس ديك الرومي ده كان ناحية تانية وانا عايز ديك الرومي ده يجينا فرطو افشة انا عايزين ديك الرومي ده نعم به فيديو وهو قفشة ما كانش عارف ان احنا بنعمل وديكات نهاية ديك الرومي ومن هنا عارفت اجيب الدك في الفيديو احمد معي سؤال بقى راجل اللي سألو هاني الخولي بيقول انت متجوز ولا مش متجوز ولا ايه? ولا متجوز جوه المجال ولا عايز وعايز يتطمن عليك واضح عايز يتطمن عليك. لا الحمد لله انا متجوز وعندي اولاد الحمد لله. من دول مجال ولا من برا كبه? لا من برا مجرر المجال. وعندي مصطفى وخديجة. ماشر الله. عدو ما ادي يا احمد? اه خديجة اثناشر سنة. ماشر الله. ماشر الله. ماشر الله. دي عروسة الله. الله بصعب الله. انت كابا عامل ازاي في البيت? والله. عصدت من غير حاجة لك هيب الله بصعب لعندي. فيعني الولاد دول ما ينفعش يعبروا حاجة يعاكنينه عليك. يعني هقولك على حاجة كيف. يمكن والدتهم اه شديدة شوية اه انا صعب. يعني تيجي مسلا تقول لي في تيفون ما تيجي اعمل اه كزا ووقفش عشان مسلا مصطفى مصطفى لعب شوية. اه. وبعنين مصطفى واخد الحب بقوة وآه وجريء. فمصطفى عنده سبعة سنين. بس هو آآ مصطفى آآ جريء شوية. فتقول لي ايه فيش عليه عشان طبعا بخش البيت انا سيبهم طوله نهار في شغل وبدعوا. بخش البيت يعني. مش عارفتين مش عارفتين. يعني وتلاقيهم بيتنططوا عليهم. بقدرش اقول لهم بس ولا اي حاجة يعني. عبسوط ان ما بشوفهم. لا والدتهم بقى هي اللي بتاع فتيجي تقول لي انا مش قلت لك. لازم يبقى فيه بقى. اه يعني. لا انا ما اقدرش معا طب خلاص المرة الجاية وعيدك. ربنا يفرحك بيوم يا احمد. ربنا رأيس والسان في الدنيا. ربنا خليك. هو الوقت خلص للاسف الشديد وآآ بس مش هنقدر عندنا شوية للاسف نقرأ توقعات حضراتكم بس من اللي احنا شفناه اقول لحضراتكم ان اللي التوقعات بتاعة الماتش كلها تقريبا من نسبة تمامين في المائة انتوا بعتين اتنين سفر فان شاء الله دي تكون المنتخب. اه منتخب بكرة بازن الله. وطبعا زي ما انا قلت هي هي فعلا عشان مؤسسة احنا عندنا تمام لعيبة مهمة جدا في المنتخب. وطبعا محمد صلاح نجم العالم طبعا انا ممكن ما كانش في وقت انا هنتكلم عنه. كل توفير بكرة. ان شاء الله بازن الله. نورتنا يا احمد ونشوف حضراتكم بازن الله يوم الحد وحلقة جديدة وعشر صبح في الان.